السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كسرة اليوم معنا ضيفة مميزة وهي الدكتورة ريما أوشن هي أستاذة جامعية بالمدرسة العليا لعلم التسيير مدينة عنابة متحصلة على شهادة الدكتورات تخصص تسيير المنظمات من جامعة باتنا واحد ريما ناشطة جمعوية ومهتمة بتطوير الطرق التعليمية قامت بتنظيم وتنشيط العديد من المحاضرات ودوارات في مجال تطوير المهارات لدى الطلب الجماعيين بالتعاون مع النوادي الجامعية تنظم ريما أيضا جلسات إلكترونية في قناة أوشن توكس لمناقشة مواضيع متعلقة بالبحث العلمي أين تستضيف باحثين وطلب الجزائرين ويشاركون تجاربهم وخبراتهم في مجالاتهم من غير طالع نبدأ ونفوتوا الكلمة الطهة ونبدأوا مع الضيفة إن شاء الله تضلتا السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات مرة أخرى شكرا لكم على وفاكم في البودكاست اليوم إن شاء الله بيحاول الله مع دكتورة ريما راح نطرقوا لعدة مواضع نطرقوا النظام التعليمي في الجزائر تأثير الكورونا على النظام التعليمي بخبرتها كأستاذة وإن شاء الله أيضا نطرقوا لعدة مواضع كنا استضافنا ريما وشرفتنا بحضورها في لايف لدرنا في التسجيلات البكالورية نشكرها جزيل شكرا على قبلها لدعوة في اللايف في سنة 2021 وأيضا على قبلها لدعوة هذا المرة ريما شكرا جزيل شكرا على إجابة الدعوة صرفتنا بحضورك مرة أخرى في البودكاست كلمة أولى بعدين نمشوف الحوار تفضل سلام عليكم ومطلع وبركاته شكرا على الدعوة المرة الثانية نقول له مستمعين قصرة إن شاء الله تكونوا لباس أو بالشي إن شاء الله تفوت قصرة خفيفة لنا وعليكم إن شاء الله تكون استفادة من طرفين أي ريما متعافش تديغ المقدمات بزار شكرا ريما ما عليش يعني كل مقدمة فيها خير يعني كل الكلمة الأولى كل واحد وكفية يديرها من عن ضعيف ريما هل ممكن تحكي لنا كيفاش حتى تخصصتي في التخصص لراكفي اليوم وحتى حقتي المشوار اليوم للأستاذة الجامعية هو الأمور مشت صدفة ما خطط لها وما كنت معاولة نوصل للمكان هل يبقى هل تفهموا عقامين إش من النوع لي كانت عندها توجه أنه منها لو القاة تصير ولد الأستاذة الجامعية موضوع جاتي باع النوع لي بدينا السعب الباك كما قلت لكم يا بدنا كي تلاقينا في الموضوع على الباكارة وانا الباكتير ديته بعشرة فأصلا توجه تعي كان باك بعشرة فتخصص لنا قدر نوح له إيا نكمل ضعوة ولا نوح جمع تيكنو كي كانت هذه المقطع تيكنو ولا نوح اقتصاد فكانت توجه تعي اقتصاد وكنت في الدفعة الأولى تعلق المدى فنوما نقول ريسك اللي هو أنه ينقى كلاسيك ينقى المدى لأنه كان الدفعة تعيذي كان دعما بك يدقى كلاسيك يدقى المدى فنوما بعد المجال تعيذي ندخل في المجهور رحت المدى ونقى الاقتصاد كتاب فروع لسانسي كانت تجارة دولية ونبعد الماستر بدلت خلاص وليت تجي يا راش ونبعد الدكتورة ولا تسي منظمات فكل خطرة كل ما نجي ما صار ونبدأ نقول لنجي تجربي هذي جربي هذي جربي هذي ومشي موضوع لدي أستاذة جمعية ما كانت توجه تعي بزاف كنت بغية دكتورة نكملها كنت معولاً نعمل كنت معولاً لدي الدكتورة فانت قلت لنجي نجيب دكتورة دعنا دكتورة قعدنا فيها سبع سنين ختمتها بي فالدكتورة تعيدت مني وقت كملت الدكتورة ومبعدت مجالة على التوظيف ونطوض فوق يعنبارك حنا مشكلة على التوظيف سهل ربي ونجحنا في عنابة وحتى في عنابة ما وحنا في الجامعة وحنا مدرسة وعليا وكاني حالياً أستاذة لتما في مدرسة العلياة وعلمة هي الإنسان لما يتسأل دائماً كانوا عندنا ضيوف أنا نظن واحد من الحوايج اللي نظن مستمعين لحظة وفي قسرة أنه الباك ما عندوه معنى لأن الباك صراحةً ما عادش أصبح ما عندوه معنى بالنسبة لي تجيبوا بعشر أو تجيبوا خمسة عشر لا يعني أي شيء قدر تجيبوا بعشر لأنك هذا الوقت لظروف معينة مقدش تخدم هذا يعني أنك انت مكش قدر تقرأ ولكن الناس اللي يكملوا داروا دكتوراتهم هم أصبحوا أساتذة جامعيين ونجحوا في أموراتهم والباك نحن في الجزائر عادنا الباك يعطي مقياس كي الناس اللي حتى فشلت في الباك ونجحت في حياتها يعني وكي اللي يبدل الإختصاص في رأيك أنت علش اليوم نحن في الجزائر نعطوا أهمية كبيرة للباكالوريا في حين أنها هو مقياس للدراسة فقط موش مقياس نجاح للإنسان موش مقياس لقياس شخصية على الإنسان هالشخصية هذه ممكن توليه ناجحة في المستقبل ولا ممكن توليه فاش لو بما تأثير المجتمع لأنه في العادة نحن نتبع نتبعوا الاختبارات المصيرية وكذا تقول لحت حتى السن كام عدي اختبار مصيري ناس تحتم به فأي اختبار اللي تلقاه ينقلك من مستوى المستوى هو مهم حتى الباك لأنه هو اختبار مصيري حيحدد لك كي ما نقوله مستقبل تاعك من غدا وش حتكون فعلا هذيك ربما الناس عد تحتم به بزاف لأنه الطفل تاعي إذا لم تدى الباك هل عنده اختبارات كثيرة هذه اللولة مثلا الطفل تاعي بغيته يكون شخصية ناجحة في المستقبل لو لم يدى الباك وشما الاختيارات التي كان عنده والاحتمال التي كينات عنده فتلقابل أننا في الجزائر الباك هو قريبا نرجع المسار الأسيسي كما نقوله للمستقبل اذا لم تدى الباك وشما عنده كاختيارات في الجزائر بيقول لشخصية ناجحة ما زال ما عندناش نماذج بدأت تحكي أنه حتى ومديت شلباك بمعدل مليح وحتى ومديت شلباك ممكن تقوله يناجح في المستقبل لو يتم التسويق أنه النجاحات التيعك شخصية مش بك نجاح الماذي تقوله شخصية نافعة في مجتمعك عندك اختيارات محددة ما يحددها شلباك هذه هي تعريف النجاح يتبدل يعني أنك تكون ناجح لا يعني أنك تكون تعرف تقرأ قادر تكون ناجح أنا نعرف ناس اللي يخدموا مثلا العلم رهيعة ونك في طريق النجاح وتعريف النجاح ليس أنك تعد تخلص مليح ولا تعدك مكانة مرموقة في المجتمع تعريف النجاح كما كنت تقولين أنك تكون مفيد للمجتمع وهذا نظن يأخذ وقت كبير باش نعرفوه باش نبدل هذا التعريف في المجتمع حتى يطال التعليم في روحون هذا كفي الدول هذه المتخلفة شوية ما همش يخرجوا ناس يتشبعوا العلم لما تشوف الملاحظة لكم تشوفوا في الشبكة الاجتماعية تلقى ناس في الجامعة هذا كثيرة ما نحكوش ناس بوساطة من اللوموج عندوش تخمام تأي إنسان علمي ما يحللش المعلومات تلقاه دكتور في الجامعة ينشر لك واحد المعلومات التي لا تحترم أدنى أمور العلمية كما هذه القضية تعلج مع ذلك المخترعين تقسنتين اللي يخترع لك حاجة تخرج الطاقة من العدم تشوفت دكتور في الجامعة ولجماعة هذا كثيرة يتنشروا الموضوع هذا في السنة السابعة يقول أعوى تقرأ قانون حفظ الطاقة أو قانوني نيوتن المشكلة أن المدرسة أدركة إنها تدرب إنسان متدرب لا يوجد تعليم أو الإدوكيشن القرد ونجمه في شعر تدكت لدوكيموتار تعالى الجامعة في اليابان علموا القرودة يحسبوا القرد ونجمت علموا يحسبوا أي واحد نجمت حفظه كلاب بوفلوف يصونيليو يأكل صحيح لا يمكن أن الناس يتشرب هذا الفكر النقدي أنه حتى ولو تتحق يتعمع المعلومة التي تعود جديدة عليه أي توقع كما قلونا هنا التنجنت سمحي لي ريمان كما قلت كان المواضع لأبنك الزوبير يلابولوا على الوطر الحساس لا يقدر لهم شيء ريمان في هذه النقطة دائماً أنا ما نسمع ناس تحكي تقول لك آه إحنا الأشياء السابقة كنا نقرأ وخير من دركها يحصراه في الجزيرة نقولها دائماً حدشتها بكريت تسوي على 16 دركها ما مدى صحة هذا في الوضع الحالي دوك هنا إرحان قرن المؤسسات تقوين هل مؤسسات تقوين هي اللي تاجع مستوها ولا الأجيال يتجع مستوها هل الإنسان في حد ذاته هو بعد يتجع ذكاء توا ولا المؤسسات التعليم طبيعي التقوين اللي هيتمدو هي اللي خلال المستوى يتجع أنا معاه انه المناهج تقوين هي اللي خلال طلبتها لتراجع مستوها مش انه الناس تعبكري كانوا يعضق لأنه الله أنت شغلك تقول بلي الإنسان تعبكري كان أبكى من الإنسان تعبوك هاي مسهاج تطور هذا مسهاج تطور مسهاج تغاجع هو الإشكال وانتلقى الأدوات المستعملة ولا المناهج المستعملة اللي فيها خطأ اللي فيها يعني يقشغل إشكال أنا صراط لنا نبعد حنا بعض الأسطل تعني يقولوا هلي يقولوا أنتم الدفعة تعقومت على الألمدي كان زي على ورا أنا يقول ممكن لأسادة لقراءة ودفعة لأنه لا يساعدة لقراءة ودفعات لي من ورا هذي إحنا بقى تتقلنا تخيل أنا دفعات على الألمدي وتتقلنا بلتها الجيل تعبكري وجيل بعضها نظن هذا سمحني هنا في هذا الموضوع أنه هذه الكلمة التي يقول لك أنا تعبكري خانم تعذرك صحيحة ومغلوطة معلومة في نفس الوقت صحيحة بنفهم أنه بكري كانت سيلكشن مور بروتل معنى الإنسان اللي يقيس قيس ما يعقب الشلباك ما يروحش ما يحكش المستوى طالع مش كما أذرك معه خاصة إذا سمعته المقبل كانت تشجهات ولا الغش مسموح به معنى الناس ولت الفيلتر ولا شي يخدم بغض النظر عن الفيلتر تعال باكالوريا حتى وانا ما يعجبنيش تماما فهذه القضية تعال باكالوريا طرتها قبلح أنه تكون هي برك الحاجة اللي يتخير اختصاصاتهم بعد ولكن بكري الفيلتر كان ضيق طريقة يقول لكي القربال قاع الحجر يفوتوا فيه أنها تفوت لك الطعام تفوت لك الحجر والشوائب ولكن هذا الجماعة يقول لك تجيل تعبكري كان خارج متاكورة مكش منها لأن الجزائر لم تكن قوة اقتصادية في السبعينات وثمانينة لو كنا هنا متربعين على الفن والسياسة والاقتصاد وكذا نقول لك صح النيفو الذهور ولكن ما هي جهازات الجيد السابق الاقتصادية وكذا كناش عاجة كبيرة كبيرة يعني ندخلوش في ذكتة عن السراع بين الأجيال بل باللي كنا متخلفين من بكري لازم نعرفوا رأي عيوبنا ونحسنها باش نقدروا نعقبول له نشاهده في الأنظمة التي تقوم عملية التعليم إذ كينا عندي نظام الذي يخرج لك كما نقول أدميرا وناس عندهم فكر متكامل أنا معاي كينا عندنا أنظمة كما قلت أنت تلقن نتحفظه ومديره وتخرجهم دائما المشكلة عندي في النظام النظام ليه ويقار يضوك فيه إشكال وحطى النظام اللي بكري ليس هو النظام كان مليح ولكن كما نقول لهم دائما لما تحكي مع الناس تحبكري لك عندهم فكر باين وتوجه باين عندهم كما نقول لهم توجهات وأراء باينة وواضحة الجيل تعبك ما زال ما هوش قادر يبني قناعات لما تحكي مع طالب جامع تقول لهم شوى التوجه تعب شوى القناعة التعكي لأين تنتسب كذا وكوش ما تلقاش عنده هذا المنظومة الفكرية باينة وواضحة بعيدا عن الإنجازات صحني معك في الإنجازات كما الجيل تعبكري كما الجيل تعبكري ولو بحث كان عنده إجازات واضحة لخذ لها قيدها التاريخ ووثقها التاريخ ولكن لما تحكي مع الجيل تعبكري تلقى عنده هكا كما نقول له ثقافة كان الثقافة أفقية وعمودية تعبكري لما تحكي معه منين ضبوروا تلقى عنده كلام مش نحكي على الشعب كامل ولكن على الأقل نخليه النخبة المتعليم اللي كان في الجامعة ولا حتى نبوط على الباك تعبكري فلما تحكي معه تلقى لإنسان مثقف عنده قناعات عنده فكر عنده توجه واضح ولكن لما تحكي مع الشباب تعبك تشغل حكمتهم السيولة ما هو شباين الأفكار للمنظومة اللي انتوين لالقيم ما هو شباين تحذر اجعله شريمة المنظومة التعليمية دائما نرجع أنا دائما نقول لك ما كانش منظومة تعليمية لتوجه طلبة ونكي نقول لك منظومة التعليمية ما نحكي بك عن مدرسة والجامعة أي حاجة ولا أي كما نقول متعامل كاين في المطاق تعطال بتاعي اللي منه يتلقى تعبكري مثل يكون وكان عنده القصة كان عنده المسجد كان عنده الكشافة كان عنده الجامعة المدرسة هذا كامل كانوا يلقلوه مجموعة قليل المنظومة التعليمية الاجتماعية تقصيبه يعني ما هيش المدرسة فقط ولكن حتى المجتمع كان يعطيه ما هيش مؤسسات تعليمية غسمية فهذا كامل كانوا يبنيوا شخصيات على الفرق تعنام حيث يخش مواطن متكامل في كارتك حالياً نحنا الشباب تعنام كامل عنده حتى ما عندهش منظومة طبيعية فهمتني فكشوغول الشاب تعنام نرجعون موضوع مواقع التباصل لانا حنا ندخلكم موضوع كامل في فرزة بصحة هذا هي اللي حبيت نقولك هل هذا يرجع للتكنولوجيا هل هذا يرجع لأنه قبل كان تواصل الاجتماعي أكثر من اليوم أو يرجع لأسباب أخرى ما نعرفوهاش هي اللي وصد قطيعة معرفية انه شوفنا مثلاً طالباتنا ما عادش عبنا هذي كلمانتورين انه يروحوس على شيخ يقرر معاه نحيتي هالي مفمي عارفة اني كنت منسى انه تكملي باش نروح يفترلي والله هذي صح موضوع مثلاً نحن لكي ما بكي يكون عندنا أستاذ يقول نعنا عشر سنين خمس سنين ست سنين هو يخدم معنا ويكون طالبات عظيكم عندهمش العلاقة هذه مع أستاذ اللي يقول معاه مثلاً فترة طويلة تتلقاه يقرره سوداس سيقه غير عمز يتشوف فنطل بتاعي يقول عاولة كل ستشور مع أستاذ مع أستاذ مع أستاذ ما كاش بحدي يوجهه يكونه كما نقوله ينقل معاه المعارفة هذه القطيعة المعارفة ما بين أجيال ما كاش طالب بتاعنا من نهز العلم تعني نهز المعارفة من اللي يغز وصوصو يذهز خلاص ما كاش يذهز يذهز وعندوه حتى الريفرنس ما عندوش ما كاش مغزعية تنقلوا المعارفة دكتر هكومات المعارفة ويهز هذاك العلم يطوره يطيشه يبدله يخلقه فيكمل من ينصرات القطيعة المعارفة ما بين الأجيال هذا ما بين جيل تعبكري والجيل تعبكري الجيل تعبكري يقول لك الجيل تعبكري ما يسمع ما يدير وما عندوش لك أصنبه يربيه ويكونه ويصبر عليه الجيل تعبكري ما وش قادر يفهم اللغة عن ناس تعبكري لأنه اللغة تحهم ثقيلة إذا كان عربية تلقاه عربية فصيحة وكذا والجيل تعطوك يشتي المينز وكذا وبالمعارفة الخفيفة والفاسفود كيف نقدر نلقى أستاذ من جيل تعبكري يقدر يتعامل مع المعلومات هذه على الفاسفود ومامتهم يبدأ لهم الفاسفود ونبعد يوح لهم الثقيل فأنتني كشغل سريع هذي أننا عدنا يشير هذو الجنراسيون زادوا ولكننا بدو يسمي كل خطأ يخرجون لنا اسم كل خطرنا سكين يسمي لهم الجنراسيون هذي ومع الجيل تعبكري فكيف ممكن نديرنا تزاوج من بيناتهم بحيث المعارفة تعبكري مع المنظومة على القيم التي ينام مع المنظومة العلمية معرفة الاجتماعية كاملة للكائنات تقعد تتناقل الجيل هذا تعليم اللي هو عنده قدرة كبيرة هذا الموضوع اللي أكيد ذكرتي هو جدا مثلت عن المنتور هنا المشكل مرة ثانية كنت نتناقش معطاها وقالت تحكيو على تربية الأولاد قلت لك إن ما قوليه يقول لك It takes a village to raise a child الوالدين وحدهم يقدروه شربوا طفل وهذه رهابات تروا أبكري كانت قاع الناس تربيه ذلك طفل بطريقة مباشرة وغير مباشرة الجار ولي ما يترباش بالمباشر سأني بالكلمة وبالتلقين أو بالنصح أو بالأحتم مش عارف يفرضوا عليه شي حواج لما يفهمها كما كان واحد الكاتب وراء إنسان راح لإسمه وكان مرة داخل راح يأكل في بيفي لكن هو ومرته وعنده زجو ولاد ما لسقسا هذاك الإنسان اللي في المطعم الداخل مطم قال له قال له قال له شحال السعر قال له السعر 100 جنيه كما نقوله للأدولت وباطل للطفل أقل من 12 سنة وهو عنده زجو ولاد 1 عدو 13 سنة 1 عدو 5 سنين ما لسقل له هام زجو ولادي قال له كما قلت لي هذا الفل عدو 12 عام لم ننخلص عليه وقرأ خلص قرأ ربحت 100 جنيه قال له بسح نربح 100 جنيه ولكن نخسر والدي أو يربي في ابنه قال له نتارك عاء قال له نتارك عاء قال له نتارك عاء قال له بني على البال لأدوله لأدوله 100 جنيه هذيك خلاص راحت لي معادش البنية الربي لم نطيك ربي ودوه ما ننجم نجي البنية نقول له وما تسرق لا تكذب وما ننجي نقول لأبنية لا تكيف ولا تكيف لا غالب واعراء هي صح كان يقول لك ذلك المقولة يقول لك دو وتاي ساي دونت دو وتاي دو ولكن لا تستطيع تفصل بينها لأنه كما نقول ساعات هذه المقولة نفس الشخصين يقول لك المقولة ولكن تسمعها لأخر لأنه لديه مستقية أكثر وانا هذه القضية تبالي في الجزائر ممكن الدول العربية يعدهم حالة خاصة الجزائر نظن من سنوات تسعينات سنوات تسعينات خلقت واحد الشرخ عظيم بين الأجيال هذيك اللي كانت اللي كنت تحكي عليهم لما ذلك الجيل اللي كان كما نقول عنده فكرة عنده مهما كانت فكرة كان لشيوعي كان لإسلامي كانت عندهم إديولوجي كانت توجه كانت عنده نظرة ولكن في التسعينات تعطلت ياسر الحياة الاجتماعية تعطلت النوادي تعطلت كل وبعد خلق الجيل هنا عيشناها كنا سغار في تسعينات الطفل لم يكن عندنا ياسر حتيك بالك نادي رياضي شوية ولا مصرح لك الشافة لم يكن عندنا هذه الحرية اللي كانت من الأجيال اللي مقبلنا بل خلقت شرخ بين الأجيال ومنه كما تحكي بلح لأنه راح هذه العقليات على المنتورينج تعال الإنسان اللي تبع على البال وذلك طفل وش يدير ورريح هو أن يقدر يعود أستاذ وقدر يكون مدرب تعال الرياضة قادر يكون خال وقدر يكون أبي وقدر تكون أمو هذا أنا مولوج القدوة لأن الأجيال تضيع أخلاص لأن حتى مثلا أي تلمين دوكا يجلخ قدواتك يجيب لك واحد من الانترنت يا بني كيفية واحد من الانترنت ولا واحد في امريكان وقدر تسميه لقدوة لا تصلح وستطيع تهزي عليه حتى تهزي عليه البابليكاسون وتاعه ولا تصلح فحتى لما تقصيه مش كلهما القدواتك يجيكون صغير يقول لك بابا ولا أما ولا أخويا ولا أمي ولا جدي يبدأ يكبر شوية يقول يجيب لك الناس من الانترنت في الجزائر كمثال هل عدد السكان نقدر نقوله عدد الشباب انفجر فأصبحنا احنا نقدر نقوله في المجتمع الطبقة العليا اللي يمكن تقوله بين 40 و 70 ولا طبقة العليا ولا طبقة كبيرة لا يمكن تتعامل مع الطبقة الصغيرة لسببين لعدم التفاهم والحجم عدد الناس اللي رأيهم بين 40 و 70 أقل بكثير من مقارنة اللي رأيهم تحت ال 40 وهذا حدث شرخ وعاد يقول لك ما يفهموناش وبالتالي انتم مركم تحكونا على حوايج قدم وأيضا هذا سؤال أول وسؤال ثاني فيما يخص القدوة هل القدوة نقدر يكون عددنا القدوة في مجال معين فقط لأنه أنا شخصيا أنه يجي واحد يقول لي عندي القدوة التاعية في الانترنت ونقول له تقدر تكون تاعك في العلم ولا في مجال معين طبع ما يقدرش يكون القدوة تاعك مثلا في الأخلاق ولا ما يقدرش يكون القدوة تاعك مثلا في مجال معين لأنك علىها ما عايشتوش ما وكبتوش ما كتشوفيه فيه كل يوم ركتشوفيه فقط من منشوراته ولا وجدار سحطها حتى القدوة القدوة ما الشرط أنك تعانده يعدك التيتور تاعك ولا المنتور تاعك ولا الشيخ تاعك ولا الاستدعك ما كتش لازم تعيش حياته هو مهمته أنه يعرف كنتايا واهتمامتك ونقاط القوة تاعك ونقاط ضعتك ويوجهك ويخليك أنك تتجنب الأخطاء اللي يديروها الناس ويعطيك الطريق اللي قادرة تخرج عليك أنتا مش رايزمك تعيش اكزاكتهم وشعاش ولي قبل ممكن أنا نحكيكم عن تجربة تاعية بعد مع المنتور تاعية يعني الحمد لله من القلائل اللي في الجيل تاعية كان عندي منطور لأن الجامعة تعيبوك كل اليوم نحالين معها ربما نحكي لكم نموذج تاعية بعد معاك كيف كان ربما نفهمونا بعد توجه تاعية القدوة السؤال لول تعقبوك على جلسة النسا ما تعنا في الجزائر وتأثير تعقبوك العدد عن نسا ما تعنا تعنا على شباب كفر فعلا هذه كان فيش قدرة على تأطير هنا نرجع وضوك نحكيه وعلى العدد هنا يا طه هل لازم نقطع الشباب هذا كامل ولا نحكم بك فئة هي اللي نقطعها أو هنا السؤال هل لازم الشباب كامل نكونهم ولا نكون فئة بك نحوصها هي النخبة اللي تقول ولا نحن نكون مجموع شباب كامل مياه بالمياه نكون هل أنا مهمة نحن إذا كان مهمت ينا ولا ناس الكبار اللي قلت من شباب ولا في الكهول الفئة اللي حتت تأطير هل هي كامل هتأطر الفئة على الشباب كامل ولا لا من الشباب هذو كامل هتصال سيليكسون انتقاء بحيث هنهزو فئة بك شغل هي الفئة اللي حتت تكون هتأطر هي اللي حتول اللي حتول كل المعرفة للجيل حيجي من ورها هنه نرجع وشكل حتول التأطير ومن سوف يتم تأطيره هل الشباب كامل اللي حتطرهم ولا فئة اللي حتقوز او داي من هنا نشوف هل كامل معنيين ولا جزء منها اذاك موافق نكمل اذاك موافق نوحو اخ اتفضل انا موافق الاسئلة كيف عبدت رحتي انا موافق حتى لو موافق نحبسوك نخلوك تكملي ونقصوك سأرجع السؤال الثاني القدوة او كما قال زوبير اذا كان منظومة الاخلاقية المنظومة الفكرية التفكير والعمل شد شخصيته كإنسانة كيف انا ممكن نهزع فقدر يكون من تخصص تحك قدر ما يكون من تخصص تحك انا مثلا جاتني سواسوا الاستاذ تعبات في الجامعة اصني يعني كالصخير وفي جارة وصلت الدكتورات واللي ما تلاقيتو اني حبست الاستاذ تعي هنا الضور هو كان استاذ كالصخير كانت مقتصرة الداخل ولكن خارج الحصة كانت نقاشات فكرية عامة جدا نحكي عن المجتمع عن المشاكل تعوشت كما القصرة تعنا اليوم على الظروف الاجتماعية على الفكر كل خطان جبوه كما نقول كتب مختلف من الجل تنقشوها نحكي عن منظومة الفكرية الاخلاقية الاجتماعية وثقافية نحن هو كان يكون كأفراد صالحين وإذا سنقول أساد كيف ممكن أساد ذا قدوة تعلم طلبة فهو نموذج أستاذ يكون أساد ذا معه وأساد ذا مكوينين ومانتور يبعد حيث هو قش هو تدير أنتم على غلاظ كما يقول أنه تعب تعب دلتكم وما تهزوا خدمتي وهو تكون جيل من قبلنا يبعد لأنه كان لجونيور كان سينيور وكان هو فهو فهو ضل وليس يكون التعليم في التسير التسير كان يقارينا في الحصاب ويتخصص الباقي كانت كوين أفراد ممكن يقول فاعلين المفهوم الملك بالنبي على شبكات اجتماعية أنه عندما يكون لدي شبكات اجتماعية لن يضقي المفهوم هذا الملك بالنبي أنه يكون أستاذ أو مكوين يكون أفراد أفراد هم يكون مجموعات وينقلون الأفكار فاكوين تخلق لنا شبكات أنه كل واحد يقول شبكة شبكة هو بعد كيف يقول أنتم ما بعد تحتاجوا تخيروا من طلابات ومجموعة تقدروا هم تنقلو لها سيليكسون مثلا نقرأ ستين ستين سنكون لا ستجعلني بالأوتوماتيك موساطين سيليكسون كينا مم بغضاء مجموعة من طلابات التي سنقدر نكمل ننقلهم وتصار المنتورين معهم فهكا فأنا ننقض ونتعي يبعد التجربة هكذا مشاف صح ولكن مجاوبتين هل العدد أنا نرزع أنا مانيش معا تكوين الكل بل يتكوين الكل ما يصلح ومو مش كامل يقدروا يديروها هذي هذي ماكش معا تكوين الكل هذي ومعنى معنى أن نقسموهم ولا كيف ندير التنقضي نعبك نرجع في موضوع تطور المجتمعات في حذاتهم هل الناس كامل مكلفة ومسؤولة على هذا شي ولا لا هل المجتمع بكل لا لا المجتمع أنا بالنسبة لي المجتمع هو المسؤول على تكوين الأفراد باختلاف مجالاتهم باختلاف مستوهم ما يتولى التكوين نعبه هناك هناك يقول تخطيط تحول في الحالة العادية في الحالة اليوم في دول اليوم هي الدولة ما هو المجتمع تقول في زوج الدولة والمؤسسات لا لأن المجتمع يقرر بالاتفاق بالإجماع ولكن دولة هي التي تأثر يعني أحشب الدولة أنا أذهب على الصين وأنا أذهب على فلندا وإنش كيف كيف الأحسن بالدولة لا سنحكي لأنه ساعترا الذي يقع فيها السوشال انجينينيينج لما الدولة والناس فيها يخطوا يحبوا يخرجوا جيل فيه كذا ولا فيه كذا أنا أظن قضية العدد لا أظن هذا هو الإشكال أظن العدد لأنه هذه الأنظمة معروفة على كل الحركات سواء الحركات الفكرية أو الحركات التحرورية أو الحركات الاقتصادية تبدأ بأستاذ حتى في العلوم فيزياء وكذا يقول لك سكول مش عارف كوبينهايغن سكول اللي افتع في الكوانتوم ميكانيكس قال بورو جمعت وبدأ يكون تلاميذ وبدأ نظن بمبكري كانت تنمشي هكذا قلع وعن حكيتي أثرت نقطة ريمة مهمة جدا وهي نحب أن نتعمق فيها قليل تأثير على الشبكات الإجتماعية على التدريس والمدار الزميعت وهذه نظن أنه حتى قليل 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 أثرت الآخر أنه أساتذة واحد نظن 50 في العمر وليس محل على الإنترنت من الجمش يشد الانتباه تعلاميذ عايشين كبروا على التيكتوك وكان ذرالي ذرالي لم يعرفو معنى الكيبورد والماوس كبروا على الحاجة تاكتيل نرى نعملوها ولكن ذرالي كان الشباب يخرج الآيفون كانوا يقول عندهم خمسة سنين سنين أول يستعمل الإلكترونيات وكان شباب لا يعرفو سبالينج يخلو جوجل صح يكتبو لك العربية المكسرة بالحرف اللاتينية عذاب نحس عذوبية تتقرأ مهم هذا الجيل اللي رافيت هذا واعر جدا يتواصل مع الجيل تاكتوك والميمز حتى كلمة ميمز كثير ما همش فاهمين من أين جاءت الميم هي قدري تقول هو اللي خرج هذا كالبيولوجيا اللي كانت كتابة على السلف الجين والميم هو تقدري تقول هو في الأفكار كما الجين في العلوم كي سموها الوراثة الميم ما هو هو كل الجين هي تصويرة أو فكرة لتعكس فكرة أكبر منها أو كونسيبت كبير في المجتمعات تختلف من المجتمع لآخر سواء قادر يكون مجتمع افتراضي لو تروحي مثل ريديت ولا تروحي الفورشان ولا هذا الفوروم الكبار تلقيك هنا واحد الكيلتور وهي مشتركة بين رواد هذا الفوروم قال الجماعة يتبعوا داخلين في ساب ريديت ولا داخلين في فوروم تاع غيمين ولا تاع آنيمي ولا تاع رياضة ولا عندهم الميم استوهم لو واحد يخرج من هذا ميفامهاش نفس الشي هنا عندنا في الجزائر لو توفي قال نقوله مع المنتخب الوطني كل ما تصبح مباراة يخرجوا ميم وبعد لو يجيب واحد صورة من حدث اللي قال الناس تابعوه مش عارف قال وشما ذك اللاعب ذك اللي كان يمس في الكأس سليمانية رجعوها ميم بعد ذي ما يوروك يوروك واحد حاب يجيبوا تصورة سليمانية مع حاجة تفهم فكرة بغير ما يقول لك عليها والميمز هذون منين تفهمهم تاي لازم لك احتكاك مع هذه المجتمعات اللي تستعمل هذا الميمز وتستعمل هذه الأفكار اللي تعبرها عن هالميمز واحد عاد في الخمسينة والسلسطين عام ما يتبعش هذاك السابكولتور تعدلالي سخار ولا مستحيل جدا ما يتبعش وش رحصاري فيديوات في تيكتوك ومشارب متبع ترنز ما يفهمش رحصاري فش يتواصل معهم وعرى إذن نظن أنه الشبكة اللي اشتماع بطريقة النغرى صعب التواصل بيناتك بالي حتى الأجيال بكريمي فهم الجيل بيناتهم 33 سنة بركر هذا الجيل في الانترنت بيناتهم خمس سنين معنى هالطفل اللي يكبر على البلاي ستيشن 2 اللي يكبر على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 مش كيف كيف نفس الميم مش نفس الخمام ما اللي تقلصت هذيك بالأجيال وعرت الكميليكيشن بيناتهم نظن لك الجنزي كما سميتهم اللي تقرر لك ومش لاحظ انتي عليهم من ناحية الانتباه تاحهم الوسائل من الصحة وإذا كان في درجة من الصحة كيف نعالجوها كفاش نقدر ونعلموا الناس ونقدموا لهم تعليم والتربية في التقالب ما يعودش بورنج لانه صح لانه السيد بكري الناس كانت تتعلم ساعات محتومة علي انا كنت صغير كما كانش البلاي ستيشن والله عندك ساعة في النهار ولا في السيف وبالي جيتك وفي الدار ما عندك ما تدير في القيلة ترفضي كتاب وتقرأ فيه تقرأ مغامرة سندباد وتقرأ كتب حياتي من الصحابة والله هكذا كنت نقرأ يا صغير كنت ملل ما عادك الشدير بس حظرك لو عندك تريفون في تيك توك اللي يمي سكرول وعندك الـ gaming الـ rsum الـ كيف تقنع طفل تقوله تخلي الحلاوة ويروح يأكل هو الفلفلاء ولا خضر في أشبن هو الاشكال اللي قيت وانا مع طلبتان يسيب ينكو التركيز ويترجع ويمكننا لينكوس متهم آخر ويروحي ويمكني لا افتاح ويعني نتغرب للسوق ويمكني وهي ام السيء كله الـ يمكنك كما تريد أن تقريبهم في الساعة أين أن يقرأون بأنه لا يوجد معي وأن يقرأون بأنه لا يوجد طلبة تقريبا وإشكال لأنه كنت تقريباً على مكان أين أن نتعلم في الصغير وإن يوجد يوجد في الجامعة يوجد في حقوق 13-19-19-20 أين أردت أن تقريباً أن تقريباً على المكان موضوع الاتفاة أين تقول أنه سأجد لكم العساس وأنا أخبركم الاتفاة في الباب لأنه يمكن أن يكون هناك إليه في جيب ومشاركته فهو يوجد إليه وليس أرى لا يوجد أن نتواجه على مهمة أهم من التعليم يوجد أولويات الطلبة ليست أغلبية لكن كبير منهم يوجد أولويات أن يرى إليه وليس أسمع الكورتاء لا يقول أن الكورتاء ليست مهم عندما ندافع المحاضرات ولكن هذا هو أن الطلبة لديه بعد إدمان وليس أرى إليه أي قدر ميصاج ما عنده حتمعنا قدر جاه ميصاج موبيلي سباك بلاوريزوتائك ولا أكتب الأطونا ليتيك ولا الخطط جوية تبعث لك تهليئة رأس العام سبع شهر بعد رأس العام فالطلبة هي عن بالي هذا الشيء الثانية كينا حصرية على المعلومات والمعرفة الطلبة لدينا هو عن باله بلا نام وليس عندي حصرية على المعلومات والمعرفة هذه الأولى وعندهم ديجا قناعات مسبقة بالليل معارف تاكت على الجامعة ما عندهم ما يدير بها عندما نقول لدي طلبة عما بضعي للنقراء والدبلوم بلا يدير ليس دبلوم نخرجوا معنا عندما نكمله ما يدير به وعندما يوجد قرية ما قرية دبلوم سوف يدير وحبانا سوف نلقى خطة هذا ما كان لدينا حصرية على المعرفة طفل ساعات من كنا نقرأ ويقولوني اسمع تفلان اسمع تفلان اسمع تفلان اسمع تفلان قادر سأعطي فيديو خمس دقائق أو سدقائق أعطيوا هذه المعلومات خفيفة وعندما نعقدها وعندما نجلب الأكاديمي النظري وعندما نجلبهم لي شخشو عندما نبدأ في الكورة يتعليه شخشو وعندما نشعر بشكل حيار يريدون معلومات خفيفة على فاستفوت ولكن تعليم الجامعة يتعليهم ثقيل لأنهم مالفوا ثقافة على الميمز يريدون تصويرها تعطي لهم كونكوليزون على الكور فالكي تبدو مجموعة هذه المشاكل طلبتهم عندما يستمعوني عندما نطبط في المعافق نرى ماذا؟ مدامك يتولطيها سيطورها كانت أشكالا عن النقطة طلبتنا أن يعطي وعزلت النقطة هذا ما كان دائما نقولهم ليس كامل ولكن في عدد كبير يهمون نقطة لأنني نقاري فيه يقول لي مدام هذه دخلة ليس دخلة مادام هذه عليها نقطة ليس عليها نقطة فكانت أشكال كبير طلبتنا لا نفهمون أهمية اكتساب المعارف والعلم أنه نطالب عليهم أن نقاري هذا الشي الجواب ليست ونرى خطرة سقسية الطالب فإن كنتم جمعا قطاع التعليم لها عليهم قطاع التعليم هذا عليهم خليلكم في الكراسة من 7 سنوات ونقعت في الوغل كورسي لم يكن الجواب الطالب تعبك وكل أسقسية عليك تقرأ قال شوه ماذا مع له نقرأ ما يعملوش أنا نكون في جيل أصل ما يعملوش على هيقرأ فعلاح يقرأ أصل فغياب الهدف أنه علىها ويقع لا يجب أن يقعد عندي ويسمعني ويقعد عنها ويقعد عنها ويقعد عنها لم يكن لها ولم يكن من المقارارة، أنا حتى في البعض وما نقرأ بواسطة لها ومثال يا عندي لا توجد لها اتجابية العملاء لن يكون لها متوقعية فكيف أدعى التعليم هذا المتغيرات هذا الشرط كامل يجب أن يقعدين لدي الحصرية لدي التركيز لم يكن أمل أن يجب أن يعطي الوافق فماذا سنقوم بذلك سنجعله يسمع لي ويتابع مشترك ويضع يعني البحث فلاني وبحث فلاني ويتحمل هذك الشيكان فهنا التحدي كبير قدام الأستاذة وحتى قدام طلبة كيف ممكن هو نرجعه وغلاصيون مع التخصص تعليقه فيه ويحس بلي كاي النتائج وكاينافخوين من الألفان فهنا الإشكالات كاينا مزافة كورونا زادت عمقت الموضوع وأنا بصفتي أستاذة أراحلن هذين صراحةً ألاحظ نفس المشاكل ما عنداش علاقة على فكرة أننا سميسموا فينا ما عنداش علاقة بالجزائر ولا غير الجزائر كل الإشكال دولي وهذا الإشكال لا يرجع إلى التعليم فقط يرجع إلى الإدمان على الشبكة الاجتماعية اللي هو موضوع خاص وحده لأنه علاقة نفس الطالب الثاني لو كان تلقاه تلقاه نفس التعامل اللي راه يديره معك يديره أيضا لو كان يقعد في قعدة معجمعة يقعد 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 عشر دقائق ومداش بالتليفونه فقط أنه في خلال الدرس متعارف عليه ومتفاهم أنه بين أستاذ وطالب أنه لا تلقى التعليم فقط ولكن في مجمع يعني تقدر تقول عادي أنك تلقى التعليم فقط إذا كان لفترة قصيرة وبالتالي ما نفوقه لها وأنا صراحة لا أرى أنا صراحة مع الطلبة تاعي وما نفعل دائما في أول حصة معهم في السوداسي نقول لهم نقول لهم إذا ركح ستلقى التعليم فقط أنا سألقى بيناتنا واحدة اللعبة تمتع أنت تجب التليفون ونبهدر فيك ألا لأنه يمكن أن نرى تجب التليفون نهار اللي نعود نسقصيك على هوايش اللي كنت تنتمك حاط لأنه كنت في التليفون تاعك فهم بعدهما أصلا لما تعودهم إلى هذه يؤدهم لا يستعملوا التليفون أو يستعملوا التليفون لما تكون في آخر الحصة ويكون هو تعب كان لطاقة الاستيعاب تاعنا في فرنسا لما يكونوا ندرسوا ندرسوا ساعتين الكائن اللي ساعة ونص سلام عليكم ما عندوش ما بقاش فيه البطري فابل هذا غالك هتو عليهم كائنين اللي رهم مشاكل نابعة من أنه تعالجيل هذا كائن مشاكل تعالت تعليم منذ القدم قضية تركيز الأستيذية يعانوا فيه من بكري يعني اللي بكري هنا ثاني كنا نجد كاش عدنا تليفون كنا نسهاو ورد كوانت ترسم في الكي تاعك رواحد يخرط في في طابلة على الخشبة بالمدور ما هيش سبيسيفيك نظن للجيل هذا وكائن مشاكل سبيسيفيك للجيل هذا في الجزائر حاليا كفاش راهي كائنها لأنه كما أثرت نقطة أثرتها بزاف ريمال اللي هي مهمة بتاع قضية النقطة هذه النقطة الاهتمام بالنقطة ما هوش وليد الجيل هذا من قبل هذه كان دكتور زيد الخير كان نجبناه في حلقة من قبل كان يقول بكري طالب كان راغب بعلم الآن أصبح راغب علامة وهذا للأسف ما تقدرش تلوم التلميذ لأنه لما لما منظومة تركز على النقطة وحدها كتقييم التفرر هي أوبتميزي ونسرات لي من تجربتي الشخصية كنت نلقى روح يكي نقرأ ونفهم ونروح نطلع لمساطر خارجية ونتعب نجي بالستة وكي نروح نعاود نجتر وش قرار الأستاذ من غيري أي فهم ندي 14 وال15 وال16 ونطلع العام ما نحكت النتيجة أني على هراء ما فيهاش يفورتعي لازم يترجم إلى نقاط إذا نلقبل الإفورتعي لا يترجم للنقاط وننجح والعكس أو عاقب على الاطلاع التاعي وعلى الفهم التاعي ما فيهاش كان واحد الاقتصادي جود هارت عنده يسموه جود هارت لو أنا حكيت عليها في حقه سابقه وهذه من أحد الأمورات التي تبقى عالقة في موخ الإنسان من إنساش وهي يقول يعني لما تحول انتايا مؤشر أو قياس إلى أنه هو الأهم حاجة رايح يفقد أهميته كمؤشر نعطيك مثال قال في الطالب الطالب لما تقوله النقطة هي صحت على البكالوريا وهي المصيرية تلميذ من بعد يولي يدير كل ما هو في قدرته لتحسين هذا الهدف تعويح وصول النقطة اقتصاد مثال لما يكون وزير يحاسبوها على نسبة البطالة في الاقتصاد يلحق وزير يقول لهم رأى الجزائر أفضل من ألمانيا في البطالة يقولها في تلفاز هو من جهة أخرى مش مخطئ لا لأنه يروح يجيب الشباب يمشي خدموه يديرون لهم صيغة إدماج ولا شبكة يعطوهم 200.000 في الشهر 300.000 في الشهر ولا مليون يعطيه ويخليه في بيرو شاب متخرج حديثا يدكوه في رقنا في بيرو لمدة سنتين وثلاثة ما يتعلم فيها والو ويحسبوه خدام لما تشوفه في الورق تلقينا صح خير من ألمانيا ألمانيا معداش 5% وال4% بطبطالة بس صح هل تقارن الاقتصاد الجزائري بالألماني لو نروحوا للأنديكيتر وصح ومع هذا حتى في الاقتصاد هذا اللي اسمه الجي دي بي وكذا كما قلو هنا تسونس به وما تكلش عليه جي دي بي في روحه ما هوش ما يعكس اقتصاد حقيقة لأنه فيه عدة أندي فيه الإكسبورت فيه اللوكال كما نقول الـ government spending كل دولة فاشتتلاعب بأرقام حتى الشركات نفس الشي كيف تتلاعب بأرقام تحبش تبلغ بأنها صحية لازم أننا نخرجوا لازم الناس لها تدير وانا على بلبي لهذه إذا مش مستحيلة صعبة جدا أنك تلحق تقنع الناس صمناع القرار وطلبة وقع الناس أنه يود دي ما لازمش تهتم بالمؤشر ولكن يهتم بالعلم في روحه والنتيجة الحقيقية يعني ازدهار اقتصاد والأني يختم بها في هذا التدخل ريمال هي قضية أن الطلبة نظن أنهم ثاني في الجزائر هي في العالم كامل وحتى طهلك ولكن في الجزائر خاصة انفصالهم على عالم الصناعة والعالم التطبيقي لو شرهم يديروا لما تجي بي طالب تعطيه الإحصائيات والآخر كذا ومش عارف الماناجمت تقريه الماناجمت ولكن ما يقدرش يطبق أدنى أمور الماناجمت في مشروع صغير اللي يقر عليه هو حتى لو لا حافظه وجب في عشرين يكمل الدرس ينساه ولا يكمل هذه السمستر ينساه كمبليتلي بسح لو ديرها في عمل تطبيقي يقل مشروع ونظرنا بذلك حكيه هنا نخللكم بعد حكيه على المشاريع اللي درتها مع الطلبة مؤخرا كيفاش الطلب لما يقدر يوظف هذه المعارف اللي أعطيتيها له هو في روحه اللي جاي يعود هو يدير المبادرة يميكتفيش حتى أنت وش أعطيت له يدير المبادرة يزيد عليها ويفهمها ويبدع فيها ريما كان شد انتباهي أنه كنت تتحكي على التدريس الحضوري وعن بعد وقلتي باللي في الحضوري عندي معاه صعوبة في أنه يشد الهاتف واللي يشوف هذيك النوتيفكيش ولكن عن بعد أنتي قلت على بالي بلي موش يسمع فيها نظن باللي الكوفيد زاد صعب المأمورية على الأستاذ لأنه كان في الأول عادنا العائق على شبكات الاجتماعية وزاد لنا العائق على الكوفيد وكاوين عن بعد يزيد صعب المأمورية مع ربنا يجب طالب شروع ويديار كيفش ركت إيش فيها أنت كأستاذة في الجامعة شوف مع الكوفيد كانين حالات بقنا نحكي عن سيناريو تاعي ولو ميش منش سيناريو تاعي أستاذ كم لأنه في المدرسات توجه مداروش بزاة الجامعات الأسباب متعددة الأسباب مختلفة وممكن نطاق عليها من بعد أنا أصلا توظفت وظفت في الكوفيد صعب ينا بعد بداية كأستاذة رسمية يعني بدأت مع الكوفيد فأول تجربة تعيير رسمية في التعليم كان تعليم عن بعض صعب ينا بدأت بعد باسم من لها كأستاذة جامعية مع الكوفيد مع كل شي فأبديت في الحالة الخاصة ولكن هل درست لما كنت تديري في دكتورة أو قبل درست من قبل درست من قبل ربنا نحكي بشكل عاصمي من قبل كنت نقاري كلاسيك عادي فلما بدلت المؤسسات تبدل يعني حطى شروط ونوعية طلبة ممكن وزيخ ونقاري 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 فكانت عندي خبرة بسيطة في المجال ولكن نتحدث كأستاذ جامعيين التعليم عن بعض لم يكن كثقافة كثقافة ومتقايات كثير الكورونا ولكن علمتنا وفهمتنا في هذا المجال الطلبة بعد ثقافة تعليم عن بعض كانوا لم يكن يقوموا عن بعض يوتيوب وكذا وكذا فحتى في الكورونا تعرفنا عن بعض التعليم عن بعض فعندنا الإشكال هذا لا أستاذ عندهم ثقافة متمكن منها ومتحكم فيها لا الطلبة متعودين هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني لدينا إشكال أدوات المستعملة في التعليم عن بعض وما من أداة سنستعملها لتطالب يكون لديه مستخدم في ضل إشكال الانترنات في ضل الانترنات عنده تلطاب عنده تليفون عنده بيسي لي يتبعني فإن إشكالات وطبيعة المحاضرة لما تكون عن بعض الحضور فهل أستاذ يعرف هذا وكذلك هذه إشكالات التي تحت فيهم على الأول قريط الدفعة عن بعض وشرا لأنه كان حجر الكل فأصلا بدأت طلبة لا أعرف جرمي شدتهم بدأت قريطة نرمال موط تشعر عن بعض هذا ما كان تخيل لما رجعنا حضوري كان عندي طلبة لم يرى أصلا المقياس لم يرى إحنا كنا قريب كنا ندير ونبعث لهم ونبعث فهو كان عنده في الفترة كاملة تجيلات كان عنده وكان ثاني لازم تضع المحاضرة كان وسخ PDF وما رأى هش جاء عندي سيطعرف عن المقياس في الحضوري جاء يتعرف على الأستاذ وانا نبقى نكمل المقياس فصلا هذا الإشكال لهم طلبة لأنه هذه ثقافة لم يكن في المرحلة الأولى نعود للملخصات التي قريبت عن بعض ومع في السوداسي الثاني بدأ طلبة يجب باللي لازم نقراه عن بعض وثاني يتغير كان 15 يوم حضور 15 يوم عن بعض فالنقص أنه دائما نقول أنه سوف نقراه ونقراه 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 في جوجل مت ونقراه 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 ساعات ساعات هو ميدي بدأت نقراه في السوداسي ونقراه يصبح مجمو الطلبة يسمع ونقراه لأنه لم يكن خلفية فهذا هو غياب ثقافة منقره ونقراه لأنه ما المخصوص نقره ونقراه ويمكن نحن فهل إضافة هل نستعمل تكنولوجيا فهنا إشكال تعليم وستعلم عن بعض فشيء يقول ياسس يقول أنه أخبر فهنا بقى إشكالات لصالف التعليم عن بعد وحتى الطلبة قالوا لنا لما كنا نقاو حضوري كان فيه تكوين صحيح هما بعد دارو مقارنة قال كما كنا التعليم حضوري كنا نهزو بيان لما ولا التعليم عن بعد ما نش نهزو مليح لأنه كان إشكالت على انتراكسون يقول كنا فضا قدرش نحل مايك ما نقدرش نهضراني في إنشان بغماني شو بحدي كده فما يقدرش يبوزي دي كيستيون آلاز وكده فكان يعني تشالنجي الموضوع كان فيه تحدي كبير لي وليه صحيح وظل حتى أنا صراتي نفسي في الخدمة لما ضربت الكورونا اللوكداون ذاك اللي والحبسنا خدمنا لشهور بعد كي عودنا رجعنا بديت الروح للمكتب تاعي هنا شركة صغيرة من شركة كبيرة بعد عودنا جربت نخدم هذي في الدار جبت معايا الروبو هذاك الدار كلش مستحيل جدا ما قدرتش مقدرش لقيت باللي باش نعود ما ننجمش نخدم في نفس البلاطة اللي ناكل فيها ولا نرقد فيها ولا نلعب بها لأنها ممتق طرحة تاعك صحيحة الماينتسات التاعي ما نيش في الماينتسات تاعي نخدم أنا عادة في روحي كم يقولوا بفرانسيس ما نخلطش الخدمة مع الحياة الخاصة وكده حبك نروح المكتب تاعي نخدم نخدم ولي كان طويل ثمه ولكن كين كما نخدمت ينجي الدار في الليل؟ ماذا معايا خدمت للدار؟ ما قدرتش نظن بليت طالبة نفس الشي وزيدي لها المشاكل داع انه جزائر الانترنت مكانش كان مساكين ما عندهمش بلك الوسائل تخيل يا عائلة عاد في عنده زوج دلاري ثلاثة وبلك قاع يقرأوا عن بعد عادهم بي سي واحد كيف يديرو انترنت ضعيفة خاصة انك انت فيها فيديو ولا راح تطلب تدفق انترنت قاوي شوية وزيدي لهاكي موقتي واحد يعد بلك يسكنوا في الضيق الحس نعب لي شي نظن هذي ايانا بالنسبة لي لو نعطي لكم يعني فيدباك على واشترا في عديد الدول كان دول الفرنسية هنا في الدول الفرنسية كان كاين يعني نفس المشاكل اللي راح اصرات في الجزاء حتى الناس لها ممكن تتخيل انه في الدول الاوروبية ولفي الدول اللي انقدر نقوله مصداحة شوية من ناحية المادية كان كاين مشاكل من ناحية الانترنت علىه لانه حتى لنظام التعالي للانترنت تعهون شبكة اللي كان عندهم كان مش قادر يستوعب كمية الاتصال اللي كانت كاينه وزارة تعليم تاحمص رعا لها مشكلة في الاسابيع الاولى مع النظام اللي كانوا يستعملوه باهي تصلوا به لانو كانوا كل الاساتي إذا يتصلوا ولكل الطلب اهي تصلوا في نفس الوقت من الثمانية إلى الثمانية إلى الثمانية ومن اللوم الوحدة الرابعة أو المزوج الخمسة أو الأنسية المهمة نحن في الجامعة وماذا دارونا؟ دارونا وهذه تقريباً معظم الجامعة داروها داروا فريق خاص خدم معنا من تقريباً من مارس 2020 حتى لتقريباً تقدري تقولي لنوفمبر 2021 الخدمه معنا في أنه يكونوا الأساتذة وكانوا يديروا دورات كل أسبوع على معظم التقنيات اللي نستعمل فيها كونوا الأساتذة على الزوم ستقولي لي زوم ليس نحتاج فيه التكوين لا تنسى الأساتذة ذاك اللي في عمره خمسين عام اللي قرر في الإنجليزية اللي يحتاج تقنية خاصة لأنه لا محتاج أنه الطالب خمسين عام رأي الشاب بريد طهر لقد حضرت على خمسين عام كلا وشي بينه لا لا أستاذ اللي في الإنجليزية يحتاج تكنولوجيا بينه ممكن أنا يعني عندي ديبلوم في الإعلام الآلي ممكن مستراح بسحوة بالنسبة لي زوم تطبيق كما تيمز كما الجوجل دوك كما السفاري كما الجوجل كروم كلها التطبيقات فمحتاج أنه يعرف كيف يستعمل تطبيقات هذه في التكوين وهذه النقطة الأولى والنقطة الثانية هذا الناس لها تدرس عندها عائلات وعندها حيات وكورونا درت لها استرس كبير في حياتها فهو محتاج واحد يعاونه يسهل له الخدمة في أنه يقول له الزوم يمشي كذا 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 أنتبش تدرس كذا 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 عميد الجامعة أعطالهم امتيازات كانوا فرق إذن مذكر مكون من خمسة إلى عشر أفراد ماذا مذكرهم؟ كانوا يخدموا كل يوم عندك مشكلة يحلوه لك في نفس اليوم هذه في الجامعة الثانية وكان كان فرق لأنه علام بعد أعطاونا في الجامعة الثانية أعطاونا فيدباك على الجامعة الثانية كان كانت فرق مشابهة لأنه من دون هذا الفرق الأستاذي ذو سرحي دير كما كنت تقول لي يا ريما يا الأستاذ يقول لك روح بعدنا ما نعرفش نستعمل الأدوات ما نعرفش ويكتاء وشين الحوايج كما راك يقدروا التكوين بالPDF يكون قدامك ويكون عن بعض مش كيف كيف ما تعرفش كيف هنتايات تتحكم مثلا كما شفناها في الإنترنت كما شفناها في الانترنت كما شفناها في الانترنت كما شفناها في الزوم أو في جوجل ميت أو في تيمز وين طلبك أن يتمسخروا بهم كما ذاك المحامي الشيباني في المريكان داروا محاكمة في الزوم طلبك فلتريت على القطة ولو يباني القطة يهضر تبدو الضحك فها هذي مهمش وأيضا لقينا باللي وهذه من بعد الدراسات خرجت باللي الطالب لما يكون ثمن سوايا قدام إنسان مش كيف يكون ثمن سوايا قدام شاشة ما هو نفس التأثير الطالب لما ينتقل من قاعة القاعة هذك المشي هذك يعاود ينشط له دورة دموية يخليه أنه يكون مصطراح يدير هذيك تقدر يقول الاستراحة اللي كانت كين في حين أنه الاستراحة اللي كانت قدام تقدر تقولي شاشة فقط ما هوش إنسان قدامه ما تخليش يستراحة فهذه كلها لعبة الدور أنا أحبت نعرف رأيك أنت كا أستاذة كيفاش نقدرون نديره مادامنا مزال كورونا متواصلة كيفاش نقدرون نديره هل تعليم الهاجين رح يساعدنا؟ في الجزائر مع الضغف تاعنا الحالية تعليم الهاجين من جوش نستعدين لي بالنسبة لي التعليم الهاجين في الجزائر في ظل الضغف تاعنا ما نستعدين لي ما كان للا لزام في خاصة حكتور البجدين ما كان عدنا الإمكانيات ليتصلح ما عدنا أصل المناهج تاعنا ليتصلح ما عدنا التكوين سيضع مننا وقت لا يمكننا أن نكونوا جاهزين لتكون كورونا نرى مثلا نحكي لك التجربة وكننا نفهمك على نرى مثلا نحن نعمل نعمل نحن لدينا الإمكانيات للطلبة بحيث التواصل يكون عن طريق الإيميالات وحتى تسجيلنا في جوجل ميات وكذا وكلش فأي معلومة لا تكون مقتصرة في المجال هذا مثلا إشكال في الجامعة مثلا كما عندي خطيط ضغص في الجامعة أعباك أصلا قلت لها الإمكانيات أصلا قلت لهم أكتبني يجب أن نرى الخروقات هذا الإشكال لأنهم لا يبعد لماذا يستعملون طلبة منهم واحد العامة وقائمات تعليمات ماذا يستعملون هذا الإشكال الثاني مثلا في الجامعة على ما نقول الأعداد كبيرة نحن مثلا الكلية التي كنت أخذناها من قبل سيبقى 1200 طن هذا سنة للمجم وعرجنا في الإجابة على السؤال عرجنا على الفرق بين الجامعات والمدعس الخاصة التي قلت لنا عنها كبيرة وعرجنا على الفرق بين الجامعات هذا الإشكال الثاني ولم تريد أن تبعث الكور أصلا قلت لي أن لا يستعمل طلبة على زي ماين لم يكن لأنه على كل وحدة تقبلها فرشة ولم يكن لا يوجد أي شيء يوجد زي ماين لطلبة لا تتوقع أن طالب جامعي مد إيميل للأستاذ هو العالمغ بكفهم كتوب على الأقل اسم أو لقبتك يكون عندما نقوم بإيميل للأستاذ تقوم باعي مع طلبة هذا الإشكال في الجامعة أن أصلا قائمة التواصل مع الطلبة مستحيلة الحدوث فهي أشياء حتى وابغيت ندير جوجل ميت وندير له مثلا جلسة جوجل ميت لما سنديرها حتى وابغيت ندير زوم فهنا بدأ نقوم بكتجربة تاعة فهنا بك في زوج كما نقول لما نقعد نوياها هي كفها قرارات في الكوفيد وانا قررت في الكوفيد وكأننا منشتبعي نفس الدولة ليس باك نفس القطاع فهنا بك هي في الجامعة وأنا في المدرسة لأنه العلا في المدرسة كان عندها توجه أختي في الجامعة كان يضحط في الموديل وليس حتى في الموديل كان يضحط في الجامعة المحاضرات فتخيل انت طالب في الكوفيد في الوقت هذا كان في السوداسي كامل كان عنده كونتاكت مع الأسدى مدة شهر بحيث يقرب حيث سبعة الباقي كامل حيث بدياف هذا ما كان فهو تتوقع من طالب السوداسي كامل كان يقاب بدياف وقرب على محاضرات دي جنس قسيو اسكيو يطلع بدياف ذوك ومبعد لما جق حضوري وجدار مع الأستاذ فقرب حيث هذوك فساعات لما نقاربنا بين تجربة التجربة نقول رحمة في التبع على الأقل كنا نديرو لهم كنا نديرو لهم فهنا الإشكال انه احنا نتابعين نفس المنظومة كنا نعيشين نفس الظروف مع الكوفيد احنا قدرنا نتعاملو به لانه الإدارة سيرت الحالة بطريقة مختلفة هوما بسبب العدد طالبة وكذا والإشكال تعالى كيفان قدروا نتواصلوا مع الأستالبة وكذا عادوا يتعاملوا مع الفيسبوك هذا مكان ولا البلاتفورم ان نحط لهم لكوربيدية فوفوت فهنا نقول كالنفس التجربة فهل جزائر مستعدة انها تتعامل مع التعليم الهاجين ماهوش علمي سنقولك اي شخصي بك ماهيش مستعدة من التجربة التعامل جزائر بتاع الموحيط الأسادة اللي تعاملت معاهم ما تعاملناش تعاملنا بما هو موجود بما هو موجود ظلمنا بزاف طلبة عبك دايما نقول مانا طلبة لقاء في الكوفيد او مهزوش هذا سؤال راح نرجعلك ليه لانه هذا الطلبة اللي يكونوا في مرحلة الكوفيد ماهو ندر بهم لانه على عدنا النظام تعليمي اللي هو مقابل البكالوريا تأثر بالكوفيد والنظام تعليمي اللي ما بعد البكالوريا تأثر بالكوفيد هذا الناس نخطرهم تكوين ذالك lists دايما نقولولي يا مادام في وقت الكورونا انا لا تخذيناش لدي طالبة خرجت طالبة العنفات كنت لقيتها قلت عبال كما دامني وقع بيضاء شو كانت نيكي قلت لي وقع بيضاء رفقتي خمس سنين في الجامعة ومبيت حصل وحكي وقع بيضاء فهنا اشكال كبير فهنا طالبة تعني هنا وش قوعد لهم تشفات حكيت كما قالك زوبي احنا طالبة تعني فشان نقريهم اسكن نقريهم هزو معاف يطبقوها بحي تقوعد لهم تطبيق ذاك فهنا اشكالي صارنا كبير صح كينين طالبة الحمد لله قدروا حتى في جرد الكوفيد لانهم هما وحدهم اشتويقا هما ما زالت عندهم مغربة في القاية سواء كانت أستاذ ولا ما كانش أستاذ هما وحدهم يكونوا وحدهم فهنا اشكال كبير فهنا بالنسبة لي التعليم الهاجيين جزائر مزايا ما يش نستعد لي صح هذه قضية تعليمي هذه فكرتين فيها اباك كين واحدة ظاهرة مكتش عرفها قابل لي كاينة تشوكيت في ذريموها ولحظة أنا من الكومنتات على ساعة طالبة معظمهم في الصفحات على فيسبوك كائنين أساتذة يخدموا جيميل مشترك ويعطوه للطالبة تحتهم قال هذا الجيميل كونت جيميل يحطوا فيه ماذا يسحقوا ويقولهم استعملوا هذا اليوزر نيم وهذا الباسورد ودخلوه واش يسرى يسرى أنهم عباد يدخلوا هذا الجيميل في التليفونات التوحم وعندما تدخلوا في التليفونات التوحمية يقول لي إذا كنت تصاوير لي عندك الشخصية في الهاتفتاك تطلع في الكونت جيميل هذا البرتاجي ولا نحكوش على الفضائح الإسرات والمشاكل والأمور الخاصة التي تطلع في الناس كيف يعقل يا رب العالي كيف أستاذ يخمم كماك أنا صراحة أنا حير نقص تاكوينة زبل نقص تاكوينة لماذا نقص تاكوينة هذا مكتع بون صوص لأنك ركيب والله ويلو يا طه إنسان مستعمل عنده لا لا أي إنسان عنده أندرويد ولا عنده آيفون عارب اللي الإيميل حاش شخصية لا أنا موافقك يا زبل نقص التاكوين ما هيش خدمته ما هيش مشكلته أنه يدير هذه من المفروض وكان شوف زبير كيتدرس في جامعات اللي تحترم نفسها تعرف باللي أنت خدمتك أستاذ خدمتك التاكوين ما خدمتكش الوسائل التاكوين وسائل التاكوين كاين مصالح في الجامعات تعاونك مخدومة تعاونك أنت خدمتك أنك تدير الدرس يليق به أنا ما كنا بكريح نايا ندخله أنت يتقل في الداتاشو في جامعات تحترم نفسها الداتاشو أنت متخلطش فيه أنت تجي تركه بي سيك يمشي جانب الإدارة ربما هنا طه يحكي على جانب الإدارة وتسييرت على الموضوع يكون يتولى المهام هذه ما هيش خدمتك يا زبل لا 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 نهضره نهضره في موافقة عبريك ولاش أستاذ كي ما حكيت لك بالله أخويا أطلب مطلبة يعطوك لزيميل حاب تشاري معاهم دير جوجل درايف شارد جوجل درايف ولا دير أبعث لهم ويترونسفر دير حاجة اللي تبعث لهم ملفات كان هذك ميجا درايف ولا كري كري سيت ثرد بارتي مهوش إيميل تعطيهم إيميل قلون مدخلوا لهذا الإيميل هاو الباسورد بل اللي رجعنا شو العصر تاع مطرق وتشعل النار به في التكنولوجيين لا يعقل أنهم كان ذلك التصرفات هذاك الوقت نحكي لك في 2008 أو 2009 مايكروسوفت كانت حابة تخدم هذا النظام بتاع إيميلات للجامعة وكنا هنا طالبة في المدرسة العلية دلوها لنا ذلك الوقت وبعد كنا هنا في النادي العلمي كانوا يخدمون معاهم كانوا يديرونا الله يذكروا بالأخير رأوف ذلك الوقت كان هو في خدمة ميكروسوفت كنا أنا وصحابي طالبة كانوا يدونا للجامعات الأخرى فهموهم ما معناها إيميل بروفيشيوني فهموهم هذا اللي نحكيك عليها ما معناها يعود عندك إيميل في فاطيمة بن كذا at university rg3.com معناها كتب عث إيميل رسمي تقدر حتى تستفيد من الاباكبلي ميكروسوفت شركة كبرى معظمهم يمدوا تخفيضات إذا مشوا صفتوير مجاني للطالبة يمكنك استفيد منها الحواجز اللي يتخلصهم ويعطوهم حتى يعطوك أنظمة تشغيل هنا ميكروسوفت مثلا في كلنا طالبة كانوا يعطونا الويندوز وكار التولزت على ميكروسوفت باطل اللي هي قيمتها ألفة دولارات وشركة كبرى أخرى ثانية عندها نفس البرامج للتلاميذ ولكن كنا نروحوا كنا ثانية كنا ذكرت كنا نروحوا اللفاكساندرال والروحوا التعبين عاكنون ونحكوا للطالبة نتلموا معهم ونجربوا نجربوا نجيبوا نوروهم فهموهم نحكي الكذي قديمة ذي رأي من ألفين عدها أكثر من شحال من ألفين ثمين أو ألفين ثمين ساعة أنا كنت نتخيل باللي بعد بضعة سنين الجامعات تفيق لهذه الظاهرة والدير للطالبة تاحا والأستيدة تاحا إيميل رسمي ولو كيش نتذرك أنا كأستاذ كيفاش نقدر نضمن بالتلميذ هذا ويقرف ذلك الجامعة والله أنا كتلميذ يبعث لي أستاذك سنعرف بلي صح أستاذي قادر أي واحد يسمي يروحوا اسمك ريماء أو شن تيري مش عارف 00 أو وقعت جيميل.com يقول أن أستاذي أبعث لي العمل لك وهو تنميذ أحد أخر يسرق لك خدمتك ويبعث الأستاذ قابلك يقول لك الديدلاين بدناها ليس الأسبوع الجاي ما هي أنا حارت فيها مهم أنا أخلت تعييرها أكثر هي القصف من شيء آخر هي يا ريم ريمة لو كان تحكي لنا ونخذك لكم لي لو كان تحكي لنا أنت في محيطك كيفاش الناس تأقلموا لأنني لا نتوفق ش زوبير أنا أنا لو كان في المقارنة زوبير بحكم أنه ليس يدرس لم يواجهش صعوبات هذيك أنا شفت الناس أستاذ الميكانيك ما عندوش علاقة باللخ ما عندو ما زوم ما استعملوش من قبل زوبير ما أنت مكلمش إليه صحية صحية ضاها يعرف يستعمل فيبر ويعرف تشاتشي ومسنجر ويظلوا لازجين يظلوا لازجين في المسنجر يعرفيك ليك لا 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 زوبير زوبير يعرفيك ليك يفتح يبعث ريشالي في استعمل تطبيق أنورمان، ليس عنده قابلية مهونة أن يستعمل الأخرين صحيتي وإذن هناك Lab لم يحف فيها لا 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 لم يتم متواصل عليها ونبتو لا تجربتها و ليس محاط بأسديدة التي يمكن أن تعطيناها لا أنا أفهمك طعا، أنا أفهمك المفهوم أنه أفهمك دعني أنه سهلا وليس أدوتي أكبر لك في هذا النقطة أحبت أن أقول لك كائن عدم إرادة لأنه نفس الشخص، أنا لا أحتاج إلى ميسنجر في الهاتف فتاعي جامي يدخل ميسنجر في الهاتف فتاعي لأسباب ممكن أن نهضرها حصرياً لعلامة مصخر لا أستطيع أنه لأسباب أخرى لا نقوم بميسنجر لأنه يجعلك دائماً ويجعلك ديستراكتي، لا نحبه نحب أن ندخل الميسنجر، ندخله مرة في ثلاثة أيام، ندخل الدار مهم؟ نذهب في الجزائر، نذهب في القهاوي نهار كامل هما يهضروا في الميسنجر والفيديو والستريم واللايفات ليعرف أن يدخل الميسنجر، ويعرف أن يدخل التطبيقات ويعرف أن يهبط ياسين تيفي، ويعرف أن يهبط الإي بي تيفي كون يدخل مجهود خفيف ينجر لا يعرف ما معنها إيميل، ويعرف أن يشاري الديتا، لا يدخل الطريقة الغبية لتعجيب إيميل، ويعطي للطلبة مساكين ساعة لم يعرفه، يدخلهم في تيفوناتهم، يطلعوا ويعطيهم في تيفوناتهم، ويعطيهم في الكلاود خلق ربي يتفرش فيهم، على واحدة نحب أن نسمع نريد تجربة تعريمة حصلتني فيها، نحكي على تجربتي ولا نحكي معه لا لا ريمة، لم نعطينا مشكلة، اختلفة أو توفتي لا لا، لا يمكن أنا أكثر حسن، نتجربة تعريمات يبدو على تباك يتظلم لتعلم الأسدادة، المطلعين يوسكون قرار كليل التكنولوجيا سواء كان المساكل أو المساكل واتف، ما تعتبره يجب أن نزد يقول لك، إن لا ينتهي أن نأكل هذه الأستاذaka المساكل نعد تصنع إلى أن تناملكوا فيها، هذا كبير يخاف أن يخاف أن يؤكل، يضع لذا لا نجد أن يغلط، هذا مكتوب يجب أن تكون أسدادة، يجب أن يخاف أن يستخدم تكنولوجيا لأنه يخاف لك ما يجيس لك ما يصغل وكذا 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 نحن ساعات في ديرونكوت المشكلة على الكام نرجعها لكام تشعل مثلا نحضر الملتقيات خليك كام يتحلوا وكينين ديف فام تخرج لكام تاحها كينين ديفون هذا التخوف من استعمال التكنولوجيا ومن الجهل تاحها أنه مثلنا نكون في اجتماع واحد تحل لكامتها وحل ما يكبلها ما يتولى هذا الجهل في استخدام التكنولوجيا وعدم غربة في تعلمها هل انه هو ما حسين روحهم كبارة فالتكنولوجيا يتسارع فما عنده وش قابلية وما عنده وش قدرة يقول كنا وش نعرف نحبس ولا موضوع انه عدم مو مش حسين بلا مبخطومس تكنولوجيا بعد في التعليم انه هو قادر يقاري بلا ما يستعمل تكنولوجيا ربما الكورونا طيحتنا في كما نقوله تحت الامر الواقع انك لازم تستعمل تكنولوجيا فتعلمها كينين جامعات فرضت هالأساته تحوم على الأساته استعمال تكنولوجيا فاستعملوها تعلموه وكينين وخين حتى لما فرضتهم عبك طيحين انه ولده يكون قدامه وصل لك انه شو كبار يكون ولده قدامه هو اللي ينعت له هو اللي يخدم له وكذا كينين جامعات دارت تكوينات اباك انا كنت مقاري في عنا باك انا كنت حضرت تكوينات هنا في باتنا لانه دائما زلت معاهم فنسجل عندهم داروا تكوينات الأساته هو ما بعدك عنده مثلا أستاذ تعليم فورماتيك يجي هو يقاريهم عبك لما حضرت تكوينات نلقاب لي أساته يخافوا أصلا يستعملوها أو يجيب وعنده أستاذة ويعلم فيه ولكن هو هايب يستعمل اكفي بيناتنا بقوا واحد مكان وبطلبة وممش يشوفو فيك كان لهيبة هذيك العيدة نقالها تفسير على هك هايب مثلا دارونا فورماتيون في الجوجل ميتهما لانه ثاني هنا عدنا مشكلة كبير لساعة الناس ميخلطوش بين الشخصي وبين البروفيشنال لهذا شركة كثيرة تعطيك هاتف سبيسيال من الخدمة ولا بيسي في حواج الخدمة بارك مفيش حوذة شخصية هكذا لانه صاح مفهومة لانه كما قلت كبيره واحد ما يعفش الزوم نصرات لي التليفون لما تطلع الزوم لو يكون باي ديفولت يطلع عليك يخرج لك الكاميرا انا مزيع دي هاتف وان بلاس هاتف الكاميرا تعود تخرج تطفيق بالكاميرا ولكن صحيتي كان لي عد كما قلت كبيره في دارها واحد حاس بروح ومحبس تليفون عنده وولد يبكي من لوري ديرانجي هذا صح مفهومة ولا عمي يقولك يقدر تعالج بالتكوين وبانه الانسان يفصل ساعات لو تفرح نتا أستاذ والله ويا وعلى لانه تقولها من الناس لانه ثاني رها غالية الأمور واحد تقوله شري تليفون سبيسيال مو بش تخلص به اللي قال له باي سي الخدمة و باي سي شخصي ثاني نتفهم انه من الصعب جدا لكثير من الناس ماليا انهم يقدروا يكون ولكنها تبقى احد الحلول اللي عنده والأفضل اللي كان يدير باي سي كروم بوك هذو بورخصون يديروا البركة للزوم يقرر به والحوال الشخصية شخصية باش ما يخلط هنا ثاني القابلية انه احنا تسكت اثنان نغجعوه للمرونة هالاسادة تعنا اصلا مستعدين لهذا الشي وبغيين يديروه اي موضوع عندنا المرونة وغغبة هالاسادة تعنا بعد في حداتهم بغيين يتبجهوا لاستعمال التقانة ولا لا ما زالوا حبين يقروا بالمحاضرات لكن الواحد لما يريد يريد تعلم يقول له هو يرشخ شيء يكون روحه ويتعلم فهنا دايما نرجع الاشكال انه الاستاذ في حداته كبروفيل اسكو باغي عنده استعداد او باغي يقعد بطوق تقليدية ويبدأ يتحجج بالانترنت مش مليحة الولاد ما عنده مشكلة فما يتعلمش ريمة كيفش في رأيك اليوم نقدر نعاونهم هل الجامعة هل ممكن مدارج خاصة رح تقدر تقدم هذه التكوينات اللي قادرين نزيدها؟ اكيد لانه من حالي المدارس الخاصة كما نقول له هي اللي نجحت في الكوفيد تولهب للمدارس الخاصة عرض التكوينات عن بعد وكذا ولاقات اقبال بحيث طالبا يبدأ رجعوا مهتمين بالمدارس الخاصة والتكوين تحملكين لانه سنقول له صراحة المدارس الخاصة تحمل شوي متطور وتكوين تطبيقي المدارس الخاصة هنا غلبتنا انه ندر تكوينات تطبيقية طالب يبدأ يختبر المهارات ومعارف كما نقول له في أشاك فيحطوا له حالات وهو يتعلم فممكن طالبا يتعلم ثم يدروا تكوينات مكملة في مدارس خاصة كما يقدروا يهزوا ويهزوا معارف مثلا صحي ممكن تعمقنا في هذا المسأل لاني على البال انه عادك تجارب في هذا المجال التجارب اللي عشتها مع طالبا والاثر اللي خلات فيه هذه الأعمال التطبيقية وهذه التجارب اللي يجربوا شقرا وتطبيقيا هو وضعنا نحكي أنا كفا ندرس كنت فاهموا التجارب اللي تصلح في المجال لا نقولوا ش الناس مقدر نديرها في المقياس أو في التخصص نذكروا أنا جمعاني نقاري تسير ونقاري مقاييس بك لازم نسمي المقاييس بها يفهمونها ستسكوين قدوا يطبقوها ولا لا أنا نقاري مقاولاتية مثلا سناء أنا نقاري مقاولاتية ونقاري اقتصاد إقليمي فاديجا طبيعة المواضيع تعيد تسمح أن نديروا دراسات حالة حتى ما هبطوش للميدان أنا كفا نقاريهم في العادة في المحاضرات نقاريهم من جانب النظري كيف هكاين نقاريهم النظري وش تقول مثلا الباحثين ومكذا والعلم وش يقول وفي العادة في تطبيقات كفا ندير معهم نجيرانهم في الحصة لولا نطلب منهم هما يخيروا المؤسسة اللي حيديروا لها دراسة الحالة وليل الإقليم مثلا كما في الإيكونومية ترطوية اللي يقولون يرحم اللي جابوك مني يجيبوا الإحصاءات فأنا هكا نخدم مع الطلبة تعيب نتفاهموا بك سافيا نجيب الطريقة كما العادة ليش أنا اللي اخترعتها الأستاذ تعيزيت عليه أنا زيط طورتها ومشيت معاه فأنا نعطيهم حرية مطلقة في اختيار المؤسسة بما يقول لشها ماذا نعطينا واحدة صعيبة الطالب من الأول هو اللي يخير المؤسسة اللي حيدوسه وتقعد معه سوداسي كان متفاهمين؟ فأنا كل سمانة نديرهم المحاضرة وبعد فنطلب عليهم مع اللخر طبقوا وشقيتوه في المحاضرة في المؤسسة التعكم شوفوها المؤسسة هل هي متأخهة على المعارف لاني ندرسها ولا متقدمة على المعارف في العادة هكا نقاردهم هما يجيبوا معلومات عن المؤسسة مثلا نحكي لك مثلا إذا درنا design thinking خي في المقاولات هي كانت محالة عن design thinking هذا نفتحه أنه نشوفه أصل كما نقول له بخدوي أسكولادكوام عن احتياجات وكذا وكلش فمثلا وش نطلب منهم هما أحبتوا وشوفوا تاريخ مثلا لانتاج المؤسسات في المنتجات التحرك سواء كانت خدمات أو بخدوي تبعوا تاريخ التحرك من نجاله design thinking من نجاله البردويل والكفاسات اليفولوسيون ماشية فهمتوني؟ مثلا نختار جاي نقاريهم بيامسي الخطار جاي نقاريهم يتدو مخطي فأشاك فواهما يطبقوا بقف التادي وشان ندير معاه هنا السؤال كيف تكون؟ في العادة في السمانة هذي كيف يديروا الريشارج هما في المجموعات لما نتلقوا Q&A session نتلقاهم وما ديروا كم مجموعات هما يرابوني ونسقسي ونرابوني ونشوف هل كي نتحكم في المعلومات ولا لا أنا ماش نطالب في إحضار المعلومات ولكن في مدى فهم التحكم في المعلومات هل مثلا الطالب لما حوس عن المعلومات هذي يعاود يقولها لي كما كان ولا يقدر يتناقش معه هل طالب أو فاهم المفهومات اللي طلبتوا منه أو فاهم المعلومات اللي يلقاها ولا لا فنقعد السوداسي كامل ونغير نتناقش معه أصلا عندي فرصة نتعرف على الطلبة مليح بحيث نقولي نعرفهم كل واحد كيف يخمم كل توجه التعوف وعنده نقاط قوة نقاط ضعف أسكو هذا الطالب يفهم وشان نقاريه في الكور ولا مش فهم وكأشون كل سمانة نخطابه بعد له كورتين في التطبيق لأنه منطب منه يديروا رشخش هذك النهار لما يرد لي معلومات كما رأيكي ملقاها في الانترنت المنموم يريد فرمولي المعلومات يمكن أن يكمل في النقاش معه او لا لا ألافا كينا لدينا الثاني كما العادة حرية مطلقة فقالية لها وشي هو ممنوع الباوربونت أنا عندي القانون تعيي في العروض النهائية ممنوع الباوربونت لأنه غلبت منه كما نقوله يجب طالب يقول لك رح يشوف الباوربونت اما دام وما نهضش فأنا عندي ممنوع الباوربونت بك ففي النهاية وشي دير الطالب الأبحاث اللي دارها في السوداسي كامل تجارب اللي يلقاه النتائج يعاودي عرضها اللي في النهاية فهنا ليصال إبداع نشوف الطالب هل عنده قدرة على عرض المعلومات نقشناها في سوداسي كامل مثلا في فيديو تاع خمس قائق ولك كما داروا طالبات حصة سيميولاسي كامل فأنا الطالب هكيا ندرى شاك فكما نقولك مثلا عندنا مؤسسة سوداسي كامل هو يدرسها ويقارنها مع المنافسين تحها وكذا وكوشي قارنها في بئة مجتمع نكاين فيها فنلقى الطالب صح صح هذا الموديول وبين قوصين في الكنترون لو هكا يكون يا بان أنا في الكنترون ما نطالبش طالب لكوش نجيب له ثاني مؤسسة دراسة حالة ونبوز عليه داي كيستيون ويجيبون ولكن مجوبتين جاء على سؤالي مين يجيبوا الإحصاءات هي الإحصاءات هو المشكل الكبير على بلبي على بلبي نصقصك نصقصك صعيدة باهدير بعلمين لأنه نهتم شوي بميدان الاقتصاد الاقتصاد ما تمشيش فيه بلا بيانات ما تحركش تروح اوبن سورس لها دينين الوزر على كل شركات طاها خلينا ديون الوطن الإحصاءات مهوش مهوش يودي تروح المودي للشركة او كيف حكينا مروان اوداعي قل لك ان شاء الله السيد عنده سيبيراتس عنده عشرين حبايا اورت يبيع فيها ما علي بلوش هل حب بيع ميا اورت على ناس مقارنة مبلي اورت على البنان ما عندهمش نظام اللي تاع التراكينش بصح هل من انا نطرح لك هذا من استاذ الزاميلة يعني هل انك تطلب منهم يديروا دراسة الحالة هذه دراسة المؤسسة من دون البيانات اللي قدر يكونوا صعيبة لانه حتى وتكون تروح المؤسسة نعرف حالة الرقمنا اليوم في المؤسسة الجزائرية ما نقدرش نعممه لكن كين مؤسسة اللي ممكن يخيرها الطالب في الاول ومن بعد يكتشف باللي ما كان بيانات كبيرة يستعملها اهنان تقابل ما نطلب مطالبة كيف يتعامل مع الموجود لانه لو شك فان نقول باللي البيانات ما كانش مكانش انا هنحبس دراسات الحالة صح ولا لا نعم واضح نعم واضح نعم واضح نعملوا مها حتى في ظل غياب المعلومات نعم واضح نعم واضح نعم واضح ومستعدة ولوت خبريس فيه حددها موضوع شفافيه لفطة المعلومات انه كل مرة المؤسسة ترفض اعطاء المعلومات هي نلقيص به شفافية وولقة أداء المؤسسة في حددها فى20 لي على غياب المعلومة مؤشر نستعمله في الدراسة الحالة اذا كانت مؤسسة تعطบنا معلومات نتعملوا بالمعلومات الكينين ونتدرسها كمؤشر اذا كانت المؤسسة ما اعتقلش المعلومة ؟ هو كمؤشر ندرسه في تقييم اداء المؤسسة فتعلمنا نديره هك فهي كمؤشف شفافية إذا كان هي ما تشاكش المعلومات سنعطبوها بلي كان فيه نقص وغياب شفافية نبدو أن ندرسوه علىها مكانش هل المؤسسة في حداتها عندها إشكالات داخلية لديك ما تمتش معلومات ولا هي ثقافة عامة تقولي مشكلة على ثقافة مع مجتمع ثقافة على التوجه على القطاع اللي تخدم فيه المؤسسة عدم مشاكل معلومات هل إشكال تعموه نفسه هل إشكال تغيخي وكذا فهمتني فما يعود إشكال وجوده غياب المعلومات وليه ندرسوه في ظل غياب المعلومات الأسباب لأنه تعودنا بلي المعلومات مكتش صاح عندك الحق عبك باللي فكرتيني في واحد ديجا عبك تقدري تستعملي حتى حتى الجيمز كانين ألعاب وهنا المشكلة تعانى أنه ما زال عدنا استيغما بلي الألعاب رهي لذر لها طفل الصغيرة تحت 80 هي والو عبك والله ألعاب لما تشوف أنت فيل سبنسر لشاد إكس بوكس جيمين تعمى مايكروسوفت السيد يعني عبقاري في الأمورات هذا كفيت 50 سنوة ولكذا ومدير أحد أنجح الشركات والعالم يلعب الجيمز يعني الجيمز في رواح نظرك ولو كمان رياضة ولد كانين ياسر ألعاب كما مثال كان واحد متفكروا اسمه فاكتوريو ما لا بيش دعدي في ستيم بتاعي تلعب أنك هاو يو ماناج قاع السبلاي شين فاش تخدم الشرك المصنع تاعك ونظرنا لنا تعاون طلبة في هذه وكاين ألعاب اللي هي ما هيش إكترونية ألعاب تاع هذو كل المسابقات اللي نظمهم للطلبة وكذا نتفكر داك الوقت كنا في الجامعة ألفين ألفين وحدا عش مهم نهاية آخر سنة عندي في الجامعة دارونا شركة دانون نظموا أحد مش عاف إذا ما زالوا يديروا فيها ولو كانت كينة LG كانوا دانون كانوا قاعدوا مايكروسوفت كانوا دقاء الشركة ينظموا مسابقات للطلبة وكل وحدا في الموضوع التاحة شاركنا مرة في مسابقات دارت هذا دانون الفكرة التحام هذه كما كنت تتحكي يعطوك كيستادي تاعد دولة فيها عدة مراحل ذاك الوقت شاركت شو سبحان الله فريقت هناك كان متنوع كنت أنا نقرأ إعلام آلي كان السعيد ربي يذكره على خير ذكرهم على خير السعيد كان يقرأ في متعدد التقنيات كان كان حمزة جامعة بويرة كان كان أمير قاري في المدرسة ذاك العليا تاعد التجارة وكان كان موح كان في تاعد الإحصاء درنا فريق كنا خمس أشخاص من بروفايلات وشاركنا وكان أبا كان هناك ذاك الوقت لننجمد الأمورات هذا وما نفهمش في يوم ياسر الاقتصاد كنت تقرأ إعلام آلي لما شاركنا في ذاك الكونتست أباك باللي كنا في عدة فريق من مختلف المدارس ثمه النصف النهائي درناها في العاصمة في جزا العاصمة لمونا قل كنا عشر فرق إذا مش ناس عشر فرق بعد دينا دوق إلى ثلاثة تالى النهائي كنا رحنا البجاية المصنع التاع دانون في بجاية وش كان الكونتست هذا أنه يعطيك يعطيك ملف في واحد الخمسين صفحة ولا يحكي لك على دولة افتراضية اسمها اسمها كله سلوفينيا ولا سلوبانيا ولا نسيت اسم تحتها دولة افتراضية مع قاعدة المبيانات التاحة عدد السكان نظام سياسي نظام الاقتصادي إذا فيها حرب أمورات ديبلوماسية يقول لك أنا كشركة دانون وشيني استراتيجية تعيك وشيني دخل في الماركت يعطيك نهار كامل تخدم على هذا المشروع ومعاك منتور من شركة دانون يخدم معاك فكتعلمت بزفعة والصوات آناليسي هذه والحكايات وكتعلمتهم ثم وعلمهم الإسحابي طلبة كما أنا في نفس المستوى ولكن هما مراجمت وبعد كل واحد فينا كان يؤدي دور أنا كنت نعاونهم في الأمورات تاع الانفورماتيك والإنجليزية كان يعاون بالإحصائيات كان يعاون معلومات وفي الأمور تاع التسيير بعد رحنا للأفين في الآخر المطاف بربحناش مجيناش للولاء ولكن جينا الزوجين ولكن تعلمنا بزفعة وهما الشركات كما هذون في العالم يديروا هذه المسابقات ثانية لشي آخر هما أنهم كيف يجيبوا طلبة اللي بعد يدخلهم يخدموا معاهم وفي نهاية مطاف الحق أنا جاني أوفر من عد دانون لأني كالتأخذ ما ولكن خيرت نخدم في الصحر هذا كل وقت الفيترولو ولكن عجبتني ياسر ذلك تجربة بالرغم من قصرتها ولأفينال رحنا المصنعة عددانون في بجاية رحنا شفنا كيفيش يتخدم الياورت الحليب المشاكل سبليشينك كيفيش يخدمهم مع الجماعة اللي يعطوهم الحليب روعة بعد نقول كما هذو المسابقات كون جاون يتنظموا لطلبة تحت سير حتى أمور افتراضية روعة روعة تمركيك أنا أحكيك على هذه شعارة عادها بلك أكثر من 12 سنة أو 10 سنين ولا مازاني متفكرها سبحان الله هذه التجارب لو يتكروا للطلبة يعطوها هذه الدفعان أنه يشوف الحاجة اللي رأي يقرأ فيها كيفيش يطبقها ونظرنا ثاني كما أحتفل هنا في فرنسا أو هذون ساعتنا يبلجوا طلبات التربصات في الشركات هنا عدنا قصية سيرت للجزيرة لأنه طالب سنة ثانية أو ثلاثة روح دير تربص سنة حتى أن يكمل قرائته ولا حتى عدهم أنه تقعد يومين وثلاثة في الشركة ويومين وثلاثة في الجامعة تقعد بين جميع حتى تكمل قرائتك تقعد عدك على الأقل بايزيكس سوق العمل وتكونت على المهارات في هذا المجال الرماعة تكتظرنا على أهمية هذه النشاطات الطلبية في تكوين طلبات خاصة من ناحية الصفت سكيلز اللي هنا نهملوها الجميع الجزائرية للأسف ما عندناش هذا التكوين من ناحية الصفت سكيلز قادر التلميذ يعد قاوي نظريا ونحتى تطبيقيا في العلم في الهارد سكيلز ولكن لما تجي في المعاملات ونظرنا نقع عارفينها في السوق العامل سواء تكون أستاذ ولا تكون مهندس ولا تكون ولا تكون ميكانيسيا ولا حاجة لازم لك تعرف تقابل تعرف تهضر تعرف تتواصل والخدمة حتى وإذا تعرف تخدم مدعش لحق الفكرة أنك خدمت هذه الخدمة ساعدت حتى المسؤولين توع هم شرحين دور تحل وكيف تتمنى يكون نبدأ من سؤال نقشت فيه مع طلباتنا ونكمل فيها السؤال تحكيت عنها كانت عندي طالب قلت نبهن وموظفين نخلق يد عاملة ونبعت لما كملنا في نيقاش قلت لها طيب هل أنت في المشال وفي الدراسة هل حسيت بلاك تكوني بهتولي موظفة قلت لا وطال هنا أك تحكيت إذا كان التعليم لها تفتح الخرجوق هو عاملة فهل التعليم وموظفين أنا صح نوجدهم هل يموظفين أم لا هنا سنحكي لتجربة نرجعها في الدكتورة لما كنت نخدمها لما كنت ندير لتدك كانت أطباء فهنا أول مرة تكتيت الإشكال كان نثم أنه عندنا ميدسان تلقى عندهم نيقون عندهم مستوى عين وحتى فجان مثلا هو كطبيب تلقى المستوى تلقى ولكن لما نردوه كموظف يخدم في مؤسسة تلقى فرق كبير فهو تلقى 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 العلاقة أنا هنا لدي تكتيت المشكل لول أول مرة لم أكن خضرت أستعيبت أنه هل أنا تكوين تعيط طلبة في الجامعة أنه وجدهم بها يقول موظفين في مؤسسات أم لا لقيت بلي كايين فجوة كبيرة أنه نحنا في التعليم تعنا في الجامعة مناش نمجد موظفين أنه نمجد ناس يهزوا معارف نظرية يتعلم ويخطبروا فيها يكملوا لما يبغي يوظف المعارف هذوك في مؤسسة يلقى روحوا بلي كايين مش بك فجوة كيشغول غانا في محيط بينهم بين المنصب اللي حيديرهم فهنا يجي الإشكال لغول أنا التكوين تعي في الجامعة علىه ودايمن السؤال نرجع هنا إذا كان التكوين تعي معارف نظرية فمانيش مطالبة نوجد طلبة تعي لسوق العمل إذا كان الجامعة دور تحى تكوين القوى العاملة فنالذم نضمن بالتكوين تعي الجامعي يحكم المعارف النظرية والسوفت سكيل اللي ما قلت نطلق شغول عني عندي معارف عندي علاقة بتخصوص ومعارف ستوندار اللي هي السوفت سكيل اللي يهمها أي موظف فهنا دايما نرجع السؤال هل الجامعة هذا هو ضوغها إذا كان نعم نكمله هنا نكمله إذا كان نعم ضوغ تعي نخلق قوى عاملة اللي تقدر هذي حكمها متعامل آخر كما جاءت هنا تكتل النوادي العلمية بحيث الجامعة لا تتوله ولكن هي تتمد الاعتماد لنوادي الجامعية تكون تابعة لها اللي تأثر الجانب هذا مثلا نوادي الجامعية هي تدير مثلا تشغل مع الجامعة تشوف لبزوان الجامعة في المجال هذا والنوادي تحكمها وحاليا لا تنشي بإطار منظم وقانوني شراكة حقيقية ويداخلية ما بين نوادي الجامعية والجامعة بحيث الإدارة على الجامعة تتولى المعارف العلمية اللي تولوها الأساد النوادي هما في حداتهم يقول هما يحكموا الصفت سكيلز قد يجيبوا خبراء من المؤسسات لديهم خبراء في المجال وكذا هما ليكونوا الطلبة يبعد فهنا يقول نوادي الجامعية لكينين نحكي نوادي جامعية لكينين فتولي امتخطو نغية معاه طالب تحي تحسنا لولا الجامعة وش من دي فورماسيون اكترا كوريكلوم اكتيبيتيز تولي هما دخلين فيها الطالب يحضر المحافظة تكوينات هذو كل برشات اللي قادر تكون نهار نهارين ولا مثلا بالويكان ولا أديستانس نرجعوا استعمال تقنية عن بعد قادر الخبي تحيب قد يجي الجامعة نضيروا لهم تكوينات عن بعد فهنا أنا معاه التوجه ولكن يحتاج تقطير لانه نحن نواة النواة تخدم فوضة النادي يخدم وحده الجامعة تخدم وحده لو تسرى شراكة حقيقية مبيناتهم هتولي هنا التوجه الحقيقي اللي ممكن تحوي الجامعة النواة تولى تكوينات هذه واللي عندها علاقة بسوق العمل الجامعة تقوم في المهم ما تحت تكوي النظرية والمعارف أنا نرى التوجه اللي ممكن نخرج به من الوضع الحالي بحيث صح يخرج عندنا طلبة اللي ممكن يخدم في سوق العمل ولا يواكب متطلبات سوق العمل الحالي وهل ممكن تحكينا على بعض التجارب الناجحة لأنه هدرنا وانتقدنا ياسر خاصة أنا يقصفت هل ممكن هذا النقص التواصل مع الجامعة في حد ذات ولكن قدروا يحق ونتائج وبربما نحكي عن تجربة تعيين كنت كطالبة مع النادي اللي كنت فيه ومبعد نجيو في النوادي اللي جائي لأن الحمد لله صغيرة لتعلي كلوب نبدأ في تعيين أنا نشوف مثلا كنت في كلوب لما كنت في المصدر كنا كلوب كاسل كالتشوال تخلق طالبة جميعية من مختلف تخصصات كنا ندير جلسات كل خميس نحن لم نكن من جماعة الفيسبوك ونشاط على أرض الواقع هذا ما كان قبل كميس وقبل الفلغاريزاسيون لازل كون تبارتاجي في السوشال ميديا فنحن كنا نتلقى ولثما كان الهدف الأول أن نتعلم الأنجليك كما قلت أنت الهدف الأول كان أن نتعلم اللغة الإنجليزية فنجيبوا مواضيع قال يوم هذا موضوع تعمل وتصغل في بناتها ونبعد تطورنا لقناها موضوع أنت قاوب به نشيخ ما تصلح بدنا ندير تكوين الداخلية أنه مثلا نعرف في مهارة في حاجة نكون الأعضاء اللي معايا فتنشط لأنك موضوع تكوين ذاتي للأعضاء اللي كينا العلو كان هدف تكوين في اللغة الإنجليزية لقناها دائما نقضوها درجة صامها ولما يقوى الدسكوشن نرجع دائما للدرجة المستوى الثاني بدنا ندير تكوين صفت سكيلز أنه مثلا تتعرف مهارة هذه ونحن في بينات ونبيت بدنا نكبار وبدنا ندير زي فانمون قشوما مدارية زي فانمون عضو وكذا فهنا حسيت خرجنا على المجال صغيرة تتوجه النجمعة زي فانمون يمشي وموش لما تبدأ تدير زي فانمون مشكلة 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 مهارات لتعلمها لما تتأثر النشاطات تتعلم مهارات على التخطيط على الكميونيكاسيون تعكفة الماركوتينج وكذا وكل بس يروح كمبيتنس التي يحتاجها صحيح لطالب لأنه تتجير زي فانمون مهارات على التفكير الناقض وكذا وكل يروح فالقينا باللي طالب ضقف النوادي العلمية عادوا يورغانيزي زي فانمون كثير ما يتعلم دي كمبيتنس ولا دي صور ولا سكيلز وبما هذا هو الإشكال أنه النوادي العلمية حاليا أي مليحة وتخدم نشاطات ولكن عادت تورغانيزي زي فانمون تقدرش تخيلوا كلية عند المينيموم دو كلب لا تخوى كلب إشكال عندما عادوش يديروا تكوينات لهم معادوش ديروا تكوينات للأعضاء ومعادو يورغانيزي التكوينات يجلبوا ناس من خارج النادي يكونوهم وهما ما يتكونوش هذه ما ما زالت مضيغة لشوكة في قلبي على الأعضاء معادوش يلتو بالتكوين ذات الأعضاء تح عاد الهدف من النوادي العلمية حاليا الورغانيزي ليس الفورميسي ومعادوش ولكن أنا معاهم دعوا يجربوا ويجربوا لكم يقولوا لهم بلما يتكونوا ويقولوا بك ماناجر لي هذا مكان هذا تقدر ترى سلبية وإيجابية لأنه حتى تنظيم شركات يعمل هنا في هذا المجال سميت أبر ولكن إذا حبت لم يكن للمهندس ومنظم أحداث ولا مسير ولكن هذا يجعل ذرالي لم يكن عارفين أهمية الأمور الأخرى ولكن هنا التجربة المررين بتجربة مماثلة ولكن الحمد لأنه نوادي ذلك المدرسة العليا لأهمالي وإلى المدرس الذي كان أحد نا كنا ندير الأحداث ولكن لم نهمل هذا الجانب كان لفورماسي أو كنا نظم ورشات لطلب ليس للمدرسة عن أي حاجة يهتم لما يأتي لدي النقطة الثانية سؤال في التسيير نعرف الفرق بين التسيير أكاديميا لما تحكي النظريات والكايزن ونظريات 0-5 أصفار طيوتا والحكاية هذه كلها رومانسية ولكن لما تشوى واقع الجزائر والشركة جزائرية بيمو تسقط كل النظريات هذه بيمو لم يكن الكوفر من وقت زيدان كان يلعب مع فراصة وشي مو ذاك ها كان شوكور وجماعة واسمها تأكرواتيا ذاك كان معروف بكري واني شو تفكره هذا لا تفكر لأنه ما زالت في الكوفر بيمو السيد ما زالت تأكرواتيا بيضا فيها كاروات حمر وبيمو ما زالت بيست سيدر كيف نقوله كيف رأيك تيل هذا الشرخ بين أنه في الشركة جزائرية استعمال الله ببرك لأننا اقتصاد الجزائري عايش في باب الوحد ما هو معرض من المنافسة كما يكون في اقتصاد السوق اللي في العالم كامل يمشي هكذاك ودايما نقوله ما نحنا الاقتصاد كنظريات يدخل الجزائر تتقلب كلش أي نظريات كأي نقائنا هكذا الجزائر تقلبها تقولي صحيح عندنا هذه الإشكال أنه نظريات نجلبها ندرسوها الطلبة نحو الواقع نقاوها أرجو وسمها والنماذ الجزائرية يتمشي يتمشي لأنه كما نقوله الموحيط للجزائرية تجعلها تقدر كما قلت أنت موضوع منافسة مكان دعونا ندر الجزائر في حداتها يبعد كاقتصاد والوحدة دائما نقول طلبة اقتصاد يعني اقتصاد يعني اقتصاد وشي هو هل هو اشتراك رأس مال يسكر أنه في مرحلة انتقالية دائما نبدأ من هذه وش من نظام اقتصادي رانا في الجزائر دائما طلبة نص ومع بالوش بالجواب أستاذ عندك معرفة أريم هم يمكن يقولك اقتصاد المعرفة لا لا فدي اقتصاد المعرفة فنجي ومنا نهبط وموضوع مثلا نجي اقتصاد وشي يقول وشي يقول ما نشوف في المؤسسة يقولون يا مدام القيناة ونقول شوفوا بلدك هم عندهم نموذجهم الخاص يمشي شوفوا بلدك تردوه نظارية ويبدوا يضحكوا عليها نقول معا نشوف الجماعة شوفوا النموذج إذا كان سمخش نبدأ نشوف هل هي كونديسيون التي يخدم فيها يبقى تخلط موضوع تقول بيمو بيمو كونسومة بناس يتشري هنا نشوف المستهلك الجزائري هو عادي قبل يشري بهذا نبدأ نبضي هل مستهلك الجزائري يحتاج يتبدي الامبالاج او بلامبالاج نفقه بلاما تقرى بيمو تشري بلاما تشري بلاما تقرى هنا تشوف المؤسسة في حداتها هي لم تبدأ في الاستراتيجية لأنها ما زالت تبيع فعلا نبدل هو بعد يبدل يشقى ويصرف ويبدل فيه ويخرج امبالاج جديد ومبعد يتلف للناس يحوس عليه ما يلقى وشو عليها امبالاج نصنا اصلا نحن كيف نشري ونبدأ ونرجع الجزائري لما يروح سوبرات كيف يشري يتفكر الامبالاج ما يقال يسمى هو الجزائري يعرف الامبالاج يهز بالامبالاج تبدأ الامبالاج ينسى البردوين جي هكا وماشيا فالتجد صاحب المؤسسة هو بعد وفهم مستهلك تعوب الذي يشفى على الصورة لا يشفى على الكلمات فالامبالاج يكفي تبدأ الامبالاج ينسى المستهلك كيف زوبيران شاف إلا تاكروات لا لأنه لأنه ريما اللي يعرف ريما أيضا عندها صفحة هي وصابر أيضا أوشن اللي يحكو فيها على يستضيف فيها ضيوف يحكو فيها على الأكاديميا على البحث العلمي ريما هل ممكن تعرفين بصفحة أوشن توركس واللقاءات اللي درتهم لحد الساعة الفكرة والأهداف وين حاب ينتمشون احنا نرجع أوشن توركس يجاد صدفة ما كناش معوليين المشروع يمشي هكاك باك نفهموا عليها لأنه دائما يقول الكنف من عند ضغط المشاريع التي تكون تلقى صادة أو صدفة الأكاديمية لا كان مشروع في البداية لأنه كان في الموضوع في فيسبوك كان عندي زملاء يقولون يريما اخدمي الفيديو ويقوم ويقوم أن نقوم جلسة أو جلسة ويقوم صفحة الشخصية ونحبس جاءت الصدفة أنه أول ضيف عندي كان صاب أوش لأنه كان الساعة ضيف ومعض نحلينا وياه المشروع كان لم يتو ومعض مشينا فيه المشروع كان الإشكال الأول أنه موضوع تعريف الناس بالبحث العلمي أول حاجة أنه نجيب أستاذ جامعي يحكي على التوجه ومعا أخي كان في الخارج نجيب إنسان يتكون هنا في الجزائر يكمل دراسة هنا في الجزائر ومعض لما يكمل دي سيدا يروح للخارج كان هذا هو التوجه أن يشارك الناس تجربة أستاذ جامعي يكمل دكتورة هنا وكمل مسار الأكاديمي في الجزائر وينجح في الخارج سيتي بريفو أن الجلسات منورها لا تكون خلاص لديها علاقة بالبحث العلمي والجامعة وكذا وكل ولكن لما لديها علاقة بالبحث العلمي والمجال الجامعة والتكوين وكذا على الأول لم يكن خلاص الوشن طولك كنا ندير لدينا صفحات الشخصية ومعض لدينا لقب اوشن اوشن الناس دائما كانت تقسلوا العلاقات فتعرفوا بعض وكذا ندير لدينا الاسم النشاط بالاوشن باللقب لدينا لدينا جرال موخ يقول اوشن تقسلوا العلاقات بالاسم الشخصي وكذا تجعل الاسم يكون منفصل على الأخ نحن قلنا دعوها اوشن طولك لدينا لدينا حداتهم اوشن اوشن وفي زوج أسد جميعين فيها لدينا لمسة خاصة صح اي صح البرسون البرند ثاني مليح ساعات ريمة لأنه خاصة نحن يحكي عليها يسر عبدالبد الرحيم حاليا لما تصنع برند ساعات تبيعها اوشن اوشن طولك اوشن طولك بطريقة هذي ونحن في زوج دكاترة في زوج اكاديمي والتوجه انه نقرية علوم انسانية هو علوم دقيقة انا دخل جزائر هو خارج الجزائر فسرى هذا التكامل في بناتنا ونمطر نفس اللقب فداي نحن البرندين او اللقب انه يجي سميتها اوشن طولك والسؤال ثاني وشي العلاقة ما بينتكم احنا دائم في لايف عبدال هذي السؤالين يطحوا في بنا ضغط توجه علاه رحنا البحث الاكاديمي وعلى رحنا الجامعة دي جي القناب المحتوى الالكتروني في المجال هذا نقص خلاص اول حاجة نقص واذا القناف العادة ما يكونش فيها ضيوف ما تكونش فيه جلسات الحديث عفوي احنا مثلا انتقادات اللي صارتنا علم وشبكم تهضروا بالدرجة متهضروا باللغة اكاديمية فهمناها اصلا بلمازال ما كانش ثقافة انه الاستاذ الاكاديمي او يقدر لغة عامية عادي يجي بالدرجة ويحكي معي حبك دائم تحدثوا باللغة العربية المفروض الاستاذ الجامعي ولا البحث يتحدث باللغة العربية يا بني ما نش في ملتقى جامعي اني في قصرة نبخانسي بتاع قصرة فهذا هو احنا الهدف تعنا انه نجيبوا ديزان فيتي يحكيوا باللغة بسيطة جدا بالدرجة يعرفوا بالتوجه تعهم يعرفوا بالتخصص تعهم يعرفوا الصعوبات عن البحث العلمي والأثق فهذا هو الهدف انه نعرفوا الطلبة الجامعيين اهم شي ولا جماعة الباك ومع الاقل يتعافوا تقصص الأكاديمية انه نجيبوا أساد جامعيين ولا نجيبوا بحيثين يحكيوا عن تجربة تحهم في المجال ذوك حسرها شيفت في الجلسات التعنا في البداية كانت قبل المحاضرات بحيث يجي أستار يجي بالديابو وكذا وكلش بس نجيبوا لا يوجد إقبال بزاف لأن المحاضرات الأكاديمية موجودة إلكترونية يسوف تحل اليوتيوب تجد المحاضرات فنحنا خلاص البرزنتيون عاد كيواناي ساشن انه نجيبوا الباحث يجيبوا عن تجربة هذا مكان شوية انا اقرب عليكم القصرة كشوية دي كورون بكل صاروا كما هذه النظرية تاع كيسموها لأخر تاع يحكي عليها جناش لما تكون بلاسة فيها قال انتي مثال قال عليها تروح تشري تجنان بشي تشري السيارات لأنه على بل أني قال يبيع السيارة تا يروح ثم عندك الاختيار أكثر ولا تروح للمول اللي فيه قاعد الناس يبيعوا اللبسة ثم أو للصوق نفس الشي بكل ما يكثر وصلنا على محتوى فيه لأخر بالعكس بكل ما يزيد الإقبال فتقيبنا هذا هو الهدف تعنا أنه النقاشات التي تصغى الأكاديمية حول البحث العلمي حول الجامعة التي تصغى نقاشات مغلقة دعونا خرجوها البغاء والناس يسمعوا ويشوفوا تجارب للناس في المجال هذه الصعوبات التي تلقوا صعوبات على الدكتورة هذا هو المرحلة التي يسوفرها فيها البحثين مرحلة الدكتورة كيف عاشوها كيف عاشوها كيف دعوهم بعيدا عن الوظائف نحن نحن نلمس قسيب ديبلوم من الجامعين حوثوا على بصدر خضائي ولكن البحث العلمي في الجزائر هذا مهم تمام لا نحكي عن البحث العلمي عن الإنتاج فبدأنا نعرفه الناس في المجال هذا الحديث عن الجامعة الحديث عن مع ضيوف وش كانت ردت فعل وش لاحظت ردت فعل على الطلبة ولا التجاوب بتاعهم والأثر اللي خلها عليهم هذه النقاشات وش نطلق سيمت وقفة وش غالوا في العادة لما نتلقى الناس وكتبت ترضيهم وكتبت ترضيهم وكتبت ترضيهم الإيجابية اللولة ان الناس وش عجبهم أكثر شي اللغة على الجلسات قال شو ما جبتوهم ويحكيونا بالدرجة لغة بسيطة أي كانت خصوص يفهمه الثاني كانت نوع الضيوف لقى إقبال كثير ولقى استحسان وحتى نوعية الضيوف يعني ومنهم بعد طاها زوبية ما زال ما جبناش طاها بعد ذو كان من ضيوف أنا خاطئين الأكاديميا أنا خاطئين خاطئين القرايا حب بس مع القرايا أنا بركرني مع العمل أنا ديما نحرش طاها نقول أنتم الباحثين قلت أنتم تبحثوا قلت أنا نلقى أنا نجيني الزابون يقول لي ألقى لي حل الحل بقاش نقول وعطي لي ثلاث سنين ألقى لي روبو أنا يقول لي أخذ لبني روبو يدير روينا عندك سمانتين نحن ندير عرض في دبي ولا ندير بلازا نخدموله نحن نفهم ندير نوي بلانش نصهر معه نجيبه كيش نحن تفلسف نزاف هنا كيما يقولوا جمعت شلفق لكن هنه هدرش ويهونه فهمه قاوي فقلتك الحمد لله يعني أغلبية الجلسات ودايمن سقصي الموحيط تاي بك أنا عندي حتة هنا في القصية بعد يتفرجوهم كي نمخينهم لعلاقة خلاص بالبحث العلمي والأخو ميهو ملقوا بلي لغة الغيوف كيما نقوله لغة بسيطة وسهلة فلقت استحسان حتى مع الطلبات تايع كي نمخين أصلا قبل ما نقريهم تعرفوا لي عن طريق الأوشن طوكس قال أستاذ الأوشن طوكس تعكنتين ونقول لهم فكينا استحسان الحمد لله كينا لانتقادات أكيد ولكن الحمد لله يعني بصفة عامة لقت استحسان بسبب البساطة اللي كينا فيها قال شو مجبتون أساد ذاي يحكيوا لغة بسيطة لغة عامية ويعرفون وتخصو وتعلموا منها فكينا نحب لنا سهم أغ خلاص خارج المجال وهم يسمعوا الأوشن طوكس وأكيد الانتقادات كاينين إن شاء الله نرجعهم إن شاء الله بق نرجعهم مليحة هي حتى إن شاء الله ترجع حتى الانتقادات تبلينا الإنسان اللي يعرف يطرح الانتقاد العكس أنا أقول لهم ما يعدوا الانتقادات يقولون أنا أحاول ندافع على فكرتي ولا عليك فاش نشوف الأمور نعطيك مثال هنا كين نيسر ينتقدون على طول الحلقات أنا أعدنا مفهم أنه أخويا لازم نطول الحلقة أعدنا رأي فيها كين ناس يقول لك رك ما تقبلش الانتقاد ولا لا لا أنا كنت تنتقدني وحاجة اللي كما نقولوا عندي فيها رأي من قبل رح ندافع الفكرة تاعي لأنه الفكرة تاعي إذا قدرت ندافع لها نثبت الروحي بلأني بنيها على أرضية صلبة إذا ما قدرت ندافع فيها أمام النقطعك نعطيك فكرة تاعي خاطئة وما فيها حتى علب إنسان يتراجع ولكن لازم هنا مشكلة في الانترنت أنه لما تكون كل شيء آنونيم ولما تكون مكتوبة ثاني تغيب التفاصيل ولا تغيب النبرة تاع الهضرة في هذه الأمور لأنه واحد ينتقدني كان فرق بواحد يسب كان عباد ينتقدوه وهما ما شافوش فهمتين يشوف حاجة خفيفة وراء بعد يقول لك منها وينتقد هذاك ما تسمعي لوجه تنمرت على الانترنت كن ياسر كما يقول هنا يرجل وراء الشاشة ولكن لما يكون انتقاد العكس لأنه واحد فينا ما هو مثالي واحد يخدم خدمة 100% من البداية العكس يتعلم وبعد يرهم كما جمع كما جمع لكي يجعون انتقادات يضع صورة فيسبوك فيها سبعة ويقول لك إذا رأى ما قاعدك بأحجار نفس اصنع منها لا أعرف تقفزوا منهم من الحياة يقول لك ما تقول لها هذاك بيدون وتعني هكذا شيء والانتقادات يسمحها والذي تكون كما نقول العباد اللي يقول they got the point يحاول إنسان حسن وإذا قال لنشوف أو ديعتك صحة but it's your opinion man كما نقول كما قلت الكبير يلاحظ سونا سبيه بسيما ما تدير شعلي حسنال الانتقادات في العادة كيف فهم الشيطة بالجوجل فورم بالشيطة التي تقول لها كلما يخلص اللايف الغضوة هذيك نشر نرى مرح سيمون شكرا شكرا للضيف ونضير معها جوجل فورم طيب إعلاء أنا مدير الجوجل فورم هذيك يعني شوية ربما حيلية لأنه في العادة نحن انتقادات نضيرها في كومنتار متابعنا ونجنرال مو يدرح يحل جوجل فورم ونحن وكذا شكرا يحل جوجل فورم غير واحد لإنسان اللي صح بغير يمد معلومات وبغير يقيم فنطقي منك شغل لأنه نعرف كما نقول الثقافة العناس تعالى لا يتبع في كذا مدريتهم جوجل فورم في العادة يعني الانتقادات التي كانت في جوجل فورم كانت انتقادات بنائة جدا كانت فيها كما نقول ليش انتقادات من البرزنتات لا أنه نحن بغير ثم نقاش ماناش بغير واحد يتحكم هو في الجلسة ويغيب الخين بغير هذا موضوع تفاعل جاتني في جوجل فورم جاتني في حصة زوج ثلاثة رابعة هزيتها بعين اعتبار لأنه الموضوع كما نقول في جات جات قصامك لا تقول لي محاضعات كشغل فهموني بلي توجه تاعك كشغل نقلطيه مثل ما يبق النقطة هذه كما يقول أن المجتمع وخاصة الشباب كرهوا من هذك الأسلوب الوعظي هذك اللي يجيك من الفوق في المنظر تبلع فمك تفرض عليك ما تهدرش وإلا تولي لغو في الجامعة الإمام ساعات يخلط يا هدر يستغلوا هذه الفرصات يبدأ يقول لك نا بورتاك وانت تسكت وذلك الشباب الذين عندهم هذا الوسائل والمخارج ينجم يعبر فيها على رأيه لا يقصفك خاصة لك لا يقصفك هذين لحظتها مرة في قبل كورونا في آخر ديسمبر قبل كورونا ذاك الوقت كان جاي ني طاها ورياض وصحبنا منصور رياض بغداد وكان ضيف عندنا في الحلقة الأولى وطاها كانوا جاينا نعدي الأقوات الحق كنا عطلة وحبنا نعقبه ما تكذك بضعة أيام بعد سبحان الله قلت لهم يودي كسرت عندي أصدقاء لثما في الأقوات لشاعدهم النوادي تعل الفلك كانت المناظرة كانت الإعلام الآلي قلت لهم جاييني أصدقائي أو رياضة أو في MIT طه أو قري ومنصور ثاني يخدم قلت لهم يودي إذا تحبون نظموا talks كما نقول ما نتحمسوا الفكرة وبعد بدأت كما نقول هنا بعصف ذهني كما يسموها العربية كبرت الفكرة من أن برك لقاء كنا معلوقتهم لقاء في الساقعة سخيرة جماعة لقاء إعلام آلي ونحكوهم عن المجالة بتاعنا كنا نحن تعمقوا فيه شوية وبعد قال لك باللي إعلام لا تفتحوه للناس ونحكو يعطي طلبة من كل التوجهات من كل مجالات يستفيدون أيام بعد سبحان الله سهلها ربي درناها في قاعة السينما لأعطاهنا واحد صديق ثاني اللي هو شدها ذاك القاعة الصحة وأصدقاء وحد آخرين ثاني يعاونونا كل واحد باشعوننا وجابونا كان مدارس خاصة اللي يعطانونا حتى تمويل ديزاين درناها في سرعة نظمنا ونبعد هناك كنا كنت أنا يوطاها ورياض ومنصور كنا حابين كل واحد يهدر عن المجال بتاعه بصح ما حابين نشتانين نوقعه في الفخ هذا كتع جيب محاضرة لأنه كما قلت محاضرة كاينة في الانترنت الناس إذا يحب يسمعلك أعطيه حاجة ما يعطيهاش في الانترنت والناس يحبوا التفاعل لازم يسقسيك السؤال اللي هو في باله ما هوش حاب تلوك عليه ساعة ونص ولا ساعتين تدير له وتربطه ويسكت وواله يحب بعد قلت لهم وانأكدت على ذا الناحية حتى اللغة قلت لهم يجمعا نديروه مدأخلات ما نديروهاش ما نديروهاش لغة الأقاديمية سواء بفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بالعربي فسحا نديروها بعربية دارجة المهذبة ليفهمها كما نقول المتعلم وغير المتعلم مختص وغير المختص والحمد لله فات التروعة درناها في نص نهار كل واحد فينا در مداخلة بين 15 إلى 20 دقيقة حكا عن المجال تاعه وبعد كانوا جاءوا معنا حتى واحد الذراري بيحكم هنا حكينا كل واحد فيها كان قطاعها حكا عن الاندستري كان قلنا شورت توكس قلت لهم بللي لازم نركزوا على شورت توكس أنه الطالبة هو جاي يسمع لك تختصر له وثاني التفاعل بعد تولي فيها كما قلت الأهم حاجة هي الـ Q&A هي اللي مبعد رها الناس يطرح لك السئلة اللي في مخه والتي تقدر متايا كأيسان في هذا المجال تعطيه نظرة كستوميزية لا تجيب لهش جواب ستيريوتيب وجواب معلب اللي ره يلقاه هو في الانترنت ويفكتيب والحمد لله فترة وعن بعد حتى كانوا كانوا طلبات الثانوية جاء ودروا مناظرة بينهم قال هل الروبوتات رحين يعوضوا الإنسان مش عفظة إذا شايفتهم ريمة هذو كل المناظرات اللي رهم يديروهم بين الثانويات هذو جاءوا فريق ضد فريق ما عن الفكرة وحضروا والهزين روعة الحق أنا عجبتني هذه المناظرة وبعد ختمناها بـ Q&A قعدنا والسين وجيم مع الناس وجدنا نتائج رائعة منها كان الناس تعرفنا عنهم تماما وكان اللي تعرف عن المجال تاعنا تماما تمنيت للأسف جاءت بعد الكورونا وانا محبوس من ذلك الوقت تمنيت أنه قدروا ننظم أحداث كما هذه ولكن ياسر اللي عود يديروها تعدت الدار في فضاءات عامة والناس من مختلف اختصالات يدير short talk ومن روحوش ياسر في هذلك talks ستيل تعتد وهذلك تحفيزية لأنه تحفيزية بقدر ما هي في مليحات بل في الساعة الثانية تدخل في قضية تعطي الإنسان هذلك الفيديوهات التحفيزية تعطي الإنسان هذلك الدوبامين بغير ما تعطيهم بعض الحرارة اللي باش يدير مشاريع ملموسة أبكرا دايما نقولهم إذا دقت الجلسة كان فيها بوديوم أنه لازم السبيكر يقعد في بلاسة الفوق والطلبة لتحت سيبع راحت الفعاليات عن الجلسات دايما نقولهم إذا دقت فورماشيون ولا أي كان النشاط اللي حتمضمه السوفي في سلط بحيث المتحدث يكون في جيهة واللي حيسمو يكونوا في جيهة عندي قاعدة مركبة في راسي لأن الطلبة حاليا عندهم شي استعداد يقعدوا يسمعوا بغيين يسمحوا الطلبة محتاجين واحد يسمحوا هم يقولوا بغيين واحد يسمعنا إذا جاي نسمعك دايما نقول الحصية المعلومات المعلومات موجودة في كل بلاسة ذك الطالب يحوس يبغي تاستي هل هو فاهم المعلومات صح ولا لا على هل يحتاج فاوسكو فاهم المعلومات لأنه مبعد حيوظفها إذا أنت ما عطيتوش المساحة هذه في اختبار المعلومات التاع وفي حق السؤال أنه هو اللي يطح السؤال أكذ لمته الجيل تعليم هذا دايما يخي يقولك أن الأستاذ ما عادش هو محوول عملية تعليمية سواء كان أستاذ ولا انفورماتور ولا منتور ما عادش هو المحلق بينما الطلبة وش عندهم أفونتاج وكما نقول نقطة إيجابية سلبية الطلبة ولا عندهم تنوع في مصادر المعلومات ما عندهم شو عمق في المعلومات تلقاه يعاف كلش على كلش ما هوش متعمق فيها معلومات وسطحية تلقاه في الانفورماتيك يهضلك فيه في الملسين يهضلك فيها في الإيكونومي يهضلك على كلش بس معلومات وسطحية ما هيش معمقة هول الإشكال مع طلبة الأول هذا يبدو معلومات ونالها يحتاج تكون المعاوقة يحتاج يطحية وكذا يبدأ هو يخطب أنا لما نقوم مثلا 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 كما كان أوش أو القصر لا يوجد الأسئلة إذا كان عنده أو أي كان الجلسة الذي يحضرها عندما عنده مساحة يطح الأسئلة إذا أنت لم تطلو المساحة كبيرة ليس حدير نحكي لكم مثلا في وحدة من أنجح الجلسات من كتنا من نظمتها كان نظمها هشام هشام جاب صحاب موضوع الأغيحية في النقاش وكانوا جماعة الإنفورماتيك الجلسة دامت ساعتين ونص ساعتين ونص هم يجاوب على الأسئلة للناس على الفيسبوك هذا مكان تشوكيت من القدرة تحهم هما أنه يقعدوا وعطاو طولة البال تحهم يعني دائما نشكوهم زوج ضيوف توعيها بك مع هشام داروا جلسة في القمة أعطوا فرصة لطلبة كان عندهم أسئلة لا نهائية حول الإعلام الآلي مكان هشام هو الذي يطح الأسئلة كانوا الضيوف في حداتهم هما يقعوا وهم يقولوا أفلام بالإسم ها السؤال تحك هاي الإجابة وساعاتك يكون سؤال غاط يقولوا بعث لنا السؤال وكانوا يعاود ويقراه يعني نحطهم على غاس والعيد اهتموا بالتفصيل هذا لأن الضيوف هما فهموا باللي الناس اليوم يسمعوا بغين واحد يسمحوا لأنه دائما نحن عندنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي عندنا هذه الحصرية في المعلومات تلقى واحد ترى ترى رد على التعليقات لقد رد على التعليقات لم يكن ترى الناس ترى ترى أسئلة ومبعد لما ترى لايف لا ترى رد على التعليقات وعلى الأسئلة التي لم يكن طرحها في العادة أسئلة مجدينها من قبل يطرحها وهذا الاشكال الذي يصير في الوشن طوكس كما يقول أن لا تقع الأسئلة التي بحث قبل الجلسة وفي لا تقعوا أسئلة تعني فلقونا هنا فهمتها بللي الناس يريد الناس يسمعون ويقعدون يجاوبون لهم الأسئلة فدايمن كانت محاضرة فورمانسيون قصرة وإن كان فيها مساحة للحديث الناس يريد يسمعون لأنهم لديهم معلومات ويخطاب فهل سنعطي هذه القنوات لا إشكال صح وهذه ثانية ريما كان الحاجة اللي نهملوها أنه ساعات انتقدوا خاصة الشباب ويقولوا كيف رام المعلومة كانت في الانترنت رحوس على تسقسيها ويرى أولو ساعات الطفلة يقول الطفلة رام شافوا المعلومة بسح يلقوها من مصادر متضاربة مش متأكد وراها الصحيحة وراها الخاطعة يلقى نفس المعلومة حاب يسمحها كما يقول من الإنسان وهي قضية الأسئلة اللي توجدت الأسئلة كان هي فيها وعليها يعني تحضير لازم لك تعرف بعض الأسئلة مسبقا باش تعرف نوع الأسئلة يطرح باش تقول الضيف تاعك ها هم أنواع الأسئلة نحن يجون باش يحظر روح ولا ساعات كان أسئلة ساعات تتطلب تحذير أول على الأقل لازم يعود data قدامه جيب ضيف يحكي لك على حاجة لم يعد خبير ساعات لو ما تكونش الأرقام اللي راها up to date مع اليوم منجم يقول لك لو مثال نعطوه مثال الأوميكرون ورهواصل والدلتا والمتحورة لو ما تعودش عندك الأرقام أنا حاكم جاب الله دكتور حاكم جاب الله نجيبه معنا في اللايف نعطوه بعض الأسئلة باش هو فيروح إنسان ما شاء الله يجيك بآخر المعلومات كدرنا معها اللايف الرابع وقيل جابنا المعلومات اللي عندها 24 ساعة لكي يحكي لك يقول لك رهواصل الأوميكرون رهواصل الديلتا ورهواصل المتحور القديم راهو هنا الأرقام لأنه بعد 8-8 الأرقام من معطيات ستبدل ولكن ياسر أن الناس لا يفهموش بالله العلم ما هو مش قرآن راهو مجهود تراكمي وراه مجهود ثاني رهي تصحح لو تظهر معطيات جديدة عن أنه هذه الحاجزين ولا شي تتبدل حول هذه كل النقطة وهذه مشكلة كبيرة عن المجتمع التقابل هذي يقول لك بس حكيف كانوا يقولون بكري بالكورونا تقتل وذركان مش تقتل وناس تبوت ومي مكيش منها راهوال معنوة تتبدل وراها تظهر وراها للفاكسين وراها بشوال يوم ليوم 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 مختارع وكذا نحضر يوم 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 صحيح نقول لك اللايف هذا يعطى للناس متنفس أنهم يطرحوا أسئلتهم وخاصة من شخصيات ساعات لم يجيهم الفرصة أنهم يحتكوا بها في الحياة طبيعا أنت تخيلوا كبلاست طالب في الجزائر العميقة في قرية لا أعرفين في الواتسوف في النعامة في الأقواط في عنابة وما جايك الفرصة أنك جمع مع الناس في المجال حتى إذا كنت إنسان شهوف في المجال عندك بحكم الجغرافيا أنت محكوم بأنك لا تستطيع تحتكم عندك لكن هذه اللايف تعطي حتى الشبكة التجماعي تعطي للناس لأنهم يقدروا يتفعلوا مع الناس يخموا كما هما وخاصة كما يقبل لأنه التفل يهتم بالإعلام الآلي والله يجوه ثلاثة خبراء في الإعلام يحكوا فيه حاجة اللي هو شغوف بها ماذا به ثاني يختصر لوحد ساعة قادر تفل هذا وشي خير كاختصاص والله وش الحاجة اللي فيها المستقبل ثاني تبقى تبقى أمورة يزر يراها الإنسان يهضر فيها عن علم وعن ساعة ستعود opinion برك أنا تقصيني في مجالة نقولك هذا يودي هذا الطلاعي على الأمور علميا هذا لا هذا رأيتنا لو تقصيني في مجال الروبوتيك لو رأيح الروبوتيك نقدر نعطيك تنبؤي أنا شخصيا من المعطيات التي عندي قادر نكون صح قادر نعود مخطئ وهذه حاجة مليحة أن الناس يقدروا يشوفوا الآراء ديركتمو تعناس خبراء لأنه كما يقولون إنه قادر شكرا جزيلا زوبير شكرا ريمة قل الله غرفت قلت 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 حقرناك ريمة سمحينا لا زوبير لا لا زوبير زوبير اليوم ريمة أنت حكيت له على المخترعين هذو المخترعين الجدد هذو وعنده حساسية معه ويقع أكسلير اليوم في القسرة نشكر جزيلا شكرا على كل النقاط التي طرقناه اليوم أنا استفت اليوم كثيرا خصوصا أنه بصفتي كأستاذ يعني خلتني أني نقدر نقولها نرتاح لأنه عليها ترحي بالليمانش واحد ولكن لما نشوف كل الأسات حاسين بنفس المشكلة التدريس عن بعض فهذا يخليك أنك تقول بللي مانش واحد وراح كل الناس تعاني كمرا نعان وقول اليوم في التدريس حتى الطلب يوفقون فيها حتى الناس اللي ما هيش حاليا في الجامعات رائع مفاهمين بللي اليوم كان مشكل كبير في التدريس في الجامعات أو في المدارس لأنه صعيب التدريس عن بعض صعيب كثيرا نشكرك جزيلا شكرا نخلو لكلمة أخيرة وبعدين نمش لزوبي الخاتم الفضل وبالما نش نقول كلمة أخيرة سنخلي سؤال أخي في العاد نش نخلي سؤال خم فيه وبالما نحتاج كأساد كطلب كفاعلين عندهم علاقة مع التعليم في حد بالمستويات كامل من ابتدائي المتوسط الثانوين للجامعة وبالما الكورونا أعطتنا فرصة نحتاج نخم مليح التعليم وين نروح به نحتاج الناس كامل نحتاج نخم مليح فيها نحتاج كأفراد كمؤسسات كوزارة كمجتمع في حدث نحتاج نراجع مليح ونخم التعليم هذا نحكي ونخدم فيه الدفوعة تتخرج كل عام نطلب أي بالألاف بالألاف تتخرج وين نحكي نحتاج نقف مع بعضنا ونخم مليح التعليم إلى أي والتعليم لماذا ربما هذا سؤال الأخير ونختم به القصرة جمعا نحتاج نخم مليح على ندروا التعليم على الطفل نحكم 24 سنة نطلق على خان قين وفي شوك 24 سنة نخم فيها مليح سنقول لطها وزوبي شكرا على الدعوة دعوكم كل التوفيق في النشاط وفي الجلسات لأنها يعني جلسات في القيمة ومشاء الله تنتشك وشكرا على الدعوة وخص بعد ماشت لأستاذ عدوان جبته هنا فأنا فأخورة لأنه جئت بغا سيق عدوان لأنه من من أنه أنه نحظى ونكون في جلسك مع عدوان الحمد لله شرف لي شكرا جزيلا شكرا شكرا كما قال هذا الفيلم أبغام وني ننخص فيك اليون خليتك تهضر بيا حجم لح حقرناك والله أنت عقلة ونهر بالميكروفون ساعتنا سأروحي على بارك أنا هدار لغا بنعرفها انت قادة تخشل يقول زوال هدار ياسر ياود أنني عارف أك يا تيك صحاب بارك الله فيك وعطيتنا أفكار تطبيقية ويعجبني خاصة وشتاكم تديره من أحيان أنه تسنوش حتى أن هذه العقلية لازم الدولة تدير ولازم السلطات ولازم كذا هنا في عدنا مثل شعبي يقول لك لتعطيه الكرد ميلوح يعني الإنسان الذي تعطيه الحجرة فيه دو ما هو سيلوح لازم الإنسان هو يروح يدير المبادرة يجيب الحجرة يحوس عليها يرفضها بها يقايس بها كما يقول لازم الإنسان تدير المبادرة مهما كانت الظروف تبقاش تلعب في الظلام ولكن أضرب السيل يطف الظو إشعال شمعة أو إشعال لامبة أو إشعال لديك لهاتف فيه هو دائما الفضلة ودائما نقول مفضلة والأستاذ بتاعي كان عندي واحد اللي هزيت من عنده التغربات تعلمنا المبادرة عليه لأنه حتى هو أخدم في ظروف صعبة وخدم عنه وتوجهتك فالشوك الكبير الشيخ تاري يعني ربي طولنا في عمر إن شاء الله نتمنى يكونوا كأن الناس كما هو فقط من طريقة عنك تكي عليه إنسان خلى أمباكت وهذه اللي نتمنىها كيفاش كينين رحكينا عليها في حرقات سابقة أنه كيفاش إنه نسان قادر يقول كلمة التلميذ ولا يرقليها بالا ولا ما حتى يتعامل معاه ولكن رايح أتأثر في طول حياته قادر الكلمة كل ما قالها الأستاذ فشلو كانوا ناس ما شاء الله منها نقول شعب قاري لأنه ما استيش تكبروا الكلمات لكن كان ناس متمكنين ولكن من الأسف تشوفهم حاليا نظرك حالهم والله ما تفقيلوا بلذا الإنسان كان نابغا من اللي كان صغير لكن كينين أشخاص اللي لا لا منها أثرت فيها إيجابيا كما القصة تاعك تمنىوا يكونوا فيها ناس كما هذو أساتذة كما هذو اللي شجعوا ويدفعوا للطالب ونظن بل أنه كل إنسان أنا ما بيابل كل إنسان فينا عنده حاجة عفيدرها مليح حتى اللي كان بين قوسنا اللي نشوفه كفاشل ولكن مش يقدم ولا ضحية الانفايرومنت تاعه اللي ما أعطاهش الفرصة أنه يبين ولا يكتشف ساعات هو مش عالرعب اللي يعرف هذه الحاجة وذي أمور نظن اللي يسمعوا فينا عاشوها عاشوا أمورات يدير حاجة اللي قلوا عنها ندير فيها أنا كاره لا حتى يتيح في الحاجة اللي يشتيها ويبدع فيها شكرا للمرة أخرى وليسمعوا فينا يعطيكم السحارة قعدتوا معنا وإن شاء الله ما أهب أنكم مش بالغروب التكتيكية لكن نزو نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته